موسيقى أسعد الله صباحكم مشاهدين بكل خير أهلا ومرحبا بكم معنا إلى عدد جديد من برنامج هذا الصباح يأتيكم مباشرة عبر إخبارية التلفزيون الجزائري نسعد بخدمتكم على مدار ساعتين من الزمن نقف خلالها عند عدد من المحطات والملفات في مختلف المجالات والقطاعات الخدمات التي تهمكم سنتحدث عن قطاع التأمين عن أهميته ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية خصوصا في مجال الخدمات المالية عن تطوير وتعزيز ثقافة التأمين عند المواطنين وعن جهود الدولة أيضا في رقمنة هذا القطاع المهم سنرافق ونتحدث عن جهود وحدات وعناصر حماية المدنية في مرافقتها المواطنين طيلة شهر الصيام وطيلة أيام عيد الفطري المبارك وعن حصيلة تدخلاتهم أيضا سنتحدث عن المرافقة النفسية للتلميذ بعد عودة ملا مقاعد الدراسة بعد عطلة ربيعية تزامنت والشهر الفضيل من خلال تهيئة كل الظروف المثالية لهم لتحقيق أفضل النتائج خصوصا بالنسبة للمتمدرسين المقبلين على امتحانات واصلية كشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا فضلا عن عدد من المواضيع والروبورتاجات والمواعيد الإخبارية والثقافية والتي تأتيكم ضمن فقرات برنامج هذا الصباح ليوم السبت البداية وكما تعوتم دائما مشاهدين الأفاضل أدعوكم إلى متابعة هذه الورقة حول أحوال الطقس والتي أعدها الزميل كاريم مرزوق موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل تحية صباحية مشاهدين الكرام وهنا بكم إلى هذا اللقاء تواصل لطهات الأمطار وتكون معتبرة طيلة نهار اليوم إن شاء الله هناك تنبيه سير المفعول إلى غاية أمسية اليوم على الأقل السادسة من مساء اليوم على الأقل على كل من ولاية الواد ولاية توقورت شمال ولاية ورغلة كذلك ولاية المغير كمية الأمطار بإمكانها تصل إلى 80 مم حتى على كل من أقول ولاية جلال جنوب ولاية جلفة كذلك جنوب ولاية لغواط حتى على ولاية غردايا شمال ولاية المنيعة إذن كمية الأمطار تطرح ما بين 40 إلى غاية 50 مم كذلك إلى غاية أمسية اليوم على الأقل إذن عن تهاطل لكمية جد معتبرة على شكل زخات رعدية إن شاء الله حتى على مرتفعات الداخلية الشرقية وكذلك السواحي لبعض الأمطار غير مستبعدة للسواحي الوسطى وكذلك الشرقية تكون أكثر اعتبارا على الهضاب والمرتفعات الداخلية ومطقة الأوراس على شكل زخات رعدية إن شاء الله لكن على الوجهة الغربية بعد تلاشي ضباب مع نسبة رطب عالية خلال هذه الصباح إن شاء الله في الأجواء تبقى مشمسة مع ارتفاع لدرجات الحرارة خلال ليلة اليوم أو أقول صباحة اليوم سجلنا 4 درجات على البيض 9 درجات على العاصمة نفس ميقياس على غردي 16 درجة على الصحراء الوسطى 24 درجة كان ميقياس على أقصى الجنوب أما خلال الظاهرة درجات الحالق سواء إن شاء الله في ارتفاع على الوجهة الغربية مع 27 درجة على غليزان مع سكر وشلف ستنخفض على الجلفة والغوات مع 12 درجة 21 درجة على العاصمة نفس ميقياس على بيجاية جيجلسكي دانبا والطارف جنوبا تصل غاية 31 درجة على جانات 32 درجة على تندوفة بن عباس 32 درجة كان ميقياس على أقصى الجنوب أما البحر خلال نهار اليوم سيبقى من قليل إتراب إلى مطارب محليا حتى رياح ضعيفة إلى معتدل غربا تصل غاية 40 كم في الساعة غرب الشمس لنهار اليوم على مصر العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله 21 دقيقة بعد السابعة مساء أشكركم على المتابعة يومكم سعيد والسلام عليكم موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل أرحب بكل من التحق بنا ضمن فقرات برنامج هذا الصباح مستمرون معكم إلى غاية العاشرة صباحا بحول الله نستهل أولى مواضعنا بالحديث عن قطاع التأمين هذا القطاع المهم الذي له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية خصوصا في مجال الخدمات المالية وفي تعويض الأفراد والمؤسسات عن الخسائر التي يتعرضون لها سنتحدث عن تعزيز ثقافة التأمين عند المواطنين عن جهود الدولة في رقمنة هذا القطاع الحساس عن توجه الدولة أيضا وشركات التأمين في ولوج الأسواق الخارجية خصوصا الأسواق الإفريقية وغيرها من المحاور التي نسعد باستضافة السيد نور الدين نبالي وهو خبير في التأمينات من أجل الإجابة عنها صباح الخير سيدي الكريم مرحبا بك معنا شكرا على قبول دعوة البرنامج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية نتحدث عن قطاع التأمين هذا القطاع المهم جدا في مجال الخدمات المالية نتحدث عن دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية عن دوره أيضا في تعويض الأفراد والمؤسسات عن مجمل الخسائر التي يتعرضون لها والتي تكون في غالب الأحيان مدمرة خصوصا بالنسبة للشركات ولممتلكات الأفراد أيضا قطاع التأمين يمكن أن يلعب دور كبير جدا في استثمار في كل قطاعات حصوصا أن المجهودات الدولة التي ترمي إلى الخروج عن تبعية المحروقات في القطاع المالي من قطاع البونكي أو قطاع التأمين يمكن أن يساهم بقصد كبير في استثمار في الاقتصاد الوطني هناك بلدان يمكن أن نقول أن نسبة كبيرة من استثمارات في الاقتصاد الوطنية النتجة عن أقصاد التأمين لأن الخصوصية في هذا القطاع التأمين هو أن الفرد أو الشركات عندما تدفع قصد التأمين تدفعه في بداية السنة أو الجنفي مثلا والحادث سوف يحصل أربع أشهر خمسة شهر أربع أشهر أو آخر سنة وكل أموال هذه في كل هذه الفترة في كل هذه الفترة ملايير ملايير الجنارات الشركات تأمين تحطها في البونك تحطها في البونك وهذه الأموال هذه الأموال البونك يكون عندها أموال طائرة لتستعمل في الاستثمار الاقتصاد الوطني وهذا يسمح للاقتصاد الوطني يكون ممول بالأكثرية عن القطاع المالي والبونكي عوضا عن الخازينة العمومية وهذا من بين الحلول التي تسمح للدولة من تخلص من تبعية للمحروقات من بين الحلول المطرحة وهذا ما من شأن يحقق الاستقرار المالي أيضا لو نتحدث أيضا عن جهود الدولة لتطوير قطاع التأمين خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتابعة من أجل إعطاء القيمة المضافة ومن أجل أن يعطي هذا القطاع الحساس القيمة المضافة المرجوة منه في الاقتصاد الوطني هو الأجدر هو أن المهم أن يكون المحصول المالي من أقصاد أمين يكون كبير وهذا كيف يكون أولا تغطي الجغرافية لكل طراب الوطني بما فيها الولايات الجديدة أن كل شركة التأمين لازم تكون متواجدة تقترب عن المواطنة عن الشركة عن الفلاحين أينما كانوا لتشجيعهم للتأمين وذلك سوف يتم تحصيل أقصاد للتأمين كبيرة ورقم أعمال كبيرة والذي يستعمل للضخ في الاقتصاد الوطني ثانيا حجم جزائر حجم بلادنا قارة لابد من وجود شركة أمين جديدة على الأقل إذا رأينا إذا رأينا تنطيق استدرقم أو حجم الشركات أمين فإنها لا تتعدى عشرين شركات أمين ولكن لابد أن الدولة تشجع تشجع الخواص مثلا في الاستثمار في شركة أمين على الأقل يمكن أن الجزائر تضم أكثر من خمسين أو مئة شركة أمين لماذا لا وكل شركة أمين يسمح لها بفرع وكالات في كل تراب الوطني وذلك لاستقطاب أكبر قصد ممكن من الأقصاد وكل هذه الأموال كما قلت سابقا أن كل هذه الأموال بما أن يتم دفعها في أول سنة والحادثة الذي يحدث في أول سنة كل هذه الأموال يتم دخيها في الاقتصاد الوطني سواء في القطاع اجتثمار أو الخواص كيف سيساهم هذا في تحقيق الاستقرار المالي أيضا استقرار المالي إذا عن طريق استقطاب هذه الأموال اللخمة سيتم دخيها أو وضعها في البنوك في البنوك والبنوك تكون بكل ارتياحية بكل ارتياحية يكونها أموال طائلة التي تسمح لها بتمويل الاقتصاد الوطني بشكل مريح وأيضا يتم يتم خفض الضغط عن الخزين العمومية وهذا وهكذا سوف يتم هذا هو الاستقرار المالي نتحدث الآن عن التأمين على المركبات والسيارات الذي يعد بين أهم أنواع وأشهر أنواع التأمين أيضا له مداخل كبيرة على شركات التأمين هو التأمين على السيارات تأمين إجباري ولكن الإجباري يتم يتم غير في المسؤولية المدنية والتأمين على السيارات تأمين السيارات هو في الحقيقة في الحقيقة يتم تعويض أكثر ضحايا والدوره المالي ليس كبير بالمقارنة بمقارنة مع تأمين تأمين الأشخاص مثلا تأمين تأمين الأشخاص تأمين الأشخاص أن الفرد يمكن أن يؤمن حياته لمدة 30 سنة لأن لأن عقود تأمين على الحياة هي طويلة المدى طويلة المدى يمكن إنسان أن يؤمن الحياة لفترة 30 سنة وكل أقصات التي تدفعها حتى بنظر إلى عدد المركبات الكبير المتواجدة لأن تأمين سيارات هو عقد تحسنة أو ثلاث شهور أو ست شهور وكل أموال التي تستقطب سيارات تأمين سيارات سيارات كلها 99% تتم لتعويض الحوادث ولكن نظرا ولكن إذا شفنا في تأمين الحياة أو الأشخاص فهي عقود طويلة المدى أن كل أفراد يستطيعون تأمين حياتهم من مدة 30 سنة و30 سنة هو يبقى في دفع الأقصاد وكل هذه الأموال تبقى تتصرف البنوك والاقتصاد الوطني يتمون في الاقتصاد الوطني أكيد نتحدث الآن عن مشكل التعويض دائما ما يطرح مشكل بين شركات التأمين والمؤمنين حول مبلغ التعويض والذي دائما يرتبط بنوعية التأمين أيضا ومنوعية الشروط الموجودة في عقد التأمين لماذا دائما يوجد هذا السوء تفاهم أو يمكن القول مشكل ما بين شركات التأمين والمؤمنين حول مبلغ التعويض هو المشكلة الأساسية في وكالة أمين لابد أن الأشخاص الذين يبيعون المؤهلين تجاريين في شركات أمين عندما يأتي زبون لابد أن يحطلوا أكثر يحطلوا كل توضيحات على عقد تأمين مثلا يحسوا أولا يحسوا بشدير عقد تأمين كل مخاطر لأن هذا النوع من تأمين كل مخاطر يسمح له بالتعويض في أقل مدة وبكل تعمل ثانيا لابد أن يحسوه أنه لابد بتصريح بالسعر المركب الحقيقي الحقيقي يحسوه وبتصريح بالسعر المركب الحقيقي وهكذا يتم تعويضه بالمبلغ الحقيقي للسيارة عند الضرر إذن المشكلة هو تحسيس المواطن عندما يأتي لإكتتاب عقد التأمين ولكن لأن هناك عقد التأمين مثلا هي بسعر أقل وهي محدودة عند مسؤولية مدنية عندما نؤدي نكون سبب في الضرر الغير وهذا النوع من التأمين من التأمين لا يغطي الحوادث السيارة يغطي يغطي إونيك مو صدر إونيك مو الحوادث الجسمانية أو المادية ل وهنا الزبون عندما يأتي لا يعرف فرق بين هؤلاء أنواع التأمين التأمين لا يعرف إذن لابد أن التجاري في الوكالة التجارية يعطي كل توضيحات والأشكال التأمين التي تسمح لهم بالتعويض بكل أموال أظن أن المشكل إذن يمكن القول أن المسؤولية يتحملها الجميع شركات التأمين لأنها لم توضح ولم تحسس المؤمن بنوعية التأمين الموجودة أو بشرط الموجودة وحتى المؤمن لا يعرف حقوقه وواجباته وما قد يقع دائما فيه تفاهم أو المشاكل ما بين شركة التأمين والمؤمن حتى المؤمن لا بد عليه من أن يطلع على العقد لا بد عليه من أن يسأل ما يعرف حقوقه ويعرف واجباته أيضا لكي لا يتقع دائما هذا الإشكال في مبلغ التعويض ما بين شركة التأمين والمؤمن نحث دائما إطارات شركة التأمين أن تكون تكون تجاريين في وكالتهم التأمين ولذا عندما يأتي الزبون لا بد أن يأخذ كل توضيحات للتأمين لعقد التأمين له فيه وهذا من دور شركة التأمين من دور التجاريين لأن الزبون يمكن أن يكون لا علاقة لا يعرف مجال التأمين لا يعرف المجال هذا ولكن المسؤولية تقع للتجاري لبيع التأمين ولا بد أن يأتي كل توضيحات هل هناك نقص في تكوين هؤلاء التجاري عند الشركة التأمين هو كان تكوين لأن شركة التأمين عندها مراكز التكوين ولكن لازم تزيد في تكوين تجاريين أخص هما لبيع عقود التأمين ولازم يوضحه ما هي أنواع التأمين ما يتضمن عقد التأمين والحقوق التأمين الواجب التأمين عند حدوث ضرر لابد لابد مثلا يقول أن القانون لابد أن تصرح بالحادث في أقل من سبع أيام هذا هو القانون لابد يقول أن لابد أن تصرح بالحادث عند السرقة في ثلاث أيام والمواطن والزبون لا يعلم بهذه البنود القانونية فلابد أن التجاري هو لو راح يعطير هذا المعلومات أو يقدر يعطير دليل على الشرك عند شروط دليل وكل واجبات للحقوق عند اكتتاب كل ذلك لابد أن يحدث عند اكتتاب عقد التأمين لأن لأن 90% من مشاكل من شركة أمين والزبون المراجع ناجب عن عدم فهم التأمين عند الاكتتاب ونأخذ هنا نقول للتوضيح أن شركة أمين تخرج عليها ماذا بها تخلص لكل زبائن في أقل مدة ممكن لماذا لأن شركة أمين عندما تستقضي بالأموال تضعها في البنوك فهي تجلب فوائد مالية كبيرة وعند حدوث أي حادث شركة أمين لابد أن تخصص هذه الأموال لتعويض ضحايا وكل هذه الأموال لابد القانون يفرض عليها بشري بشتحطها في الخزينة العمومية قبل حدوث حب قبل تعويض وكل هذه الأموال فالكل يعلم أن عندما دولة عندما شركة تضعها الموال في الخزينة العمومية لا تدير بأرباح كثيرة مقارنة عندما تضعها في البنوك لذا أن ربح الشركة أمين عندما تعود في أسعار أسعار في أقرب في أقرب الشركة نتحدث الآن عن إمكانية استرجاع أقصاط من التأمين في حالة عدم وقوع حادث مرور في مدة التأمين كان نوعين كان عند شركة أمين وكان عند الأفراد في شركة أمين في كل عقود شركة أمين ثم بوند يقول تقاسم الأرباح شركة أي من شركات تدفع قصد أمين مليون دينار مثلا في آخر العام في آخر العام إذا ما كان حوادث شركة أمين تقدر ترجع حتى 50% من قصد تأمين الشركة أما فيما يخص الأفراد في تأمين السيارات كين بوند وهو يسموه بونيوس مليوس ما هو لا يأتي عن طريق رجع الأرباح ولكن تخفيض في قصد أمين في السنة القادمة فمثلا عندك تأمين السيارات تخلص 50 ألف دينار جزائري في آخر العام إذا شفت شركة ما عندك حوادث تنقص لك تعود في إعادة اكتتاب في السنة الجارية تقول لك تخلص 40 ألف دينار جزائري تعمل لك تخفيض وإذا درت حوادث كبيرة تقول لك تخلص 55 ألف دينار جزائري مثلا هذا البند كان عن شركة التأمين هو بند اختياري أم إجباري يعني كل شركة التأمين يجب أن يكون عند هذا البند أم تبقى دائما لسياسة شركة التأمين هو في تقنية التأمين هذا موجود البند وليس قانوني ودخل في منظومة التأمين عكس التأمين تكافري تأمين تنسف أن تحدث عنه فهو يكون عن طريق استرجاع إعطاء الأرباح للمشتركين عندما الصندوق يأتي ممكن ما هي الإجراءات الواجبة على المؤمن أو الزبون اتباعها من أجل الحصول على أقصاد تأمين هاته في حال لم يسجل أي حادث مرور ما الذي عليه أن يفعله حتى يعرف حقوقه هو في عقد تأمين كان كل بلود كان كل بلود هو الزبون عندما عندما يذهب لإكتتاب عقد التأمين يقدر يخير عنده يخير بين الشركة لتمد تخفيضات عندما لم تحتط الحوادث لأن كين شركات تمد تخفض وكين شركات تخفض عليها أن يختار كل شركات كين نفس الشيء بالنسبة للشركة عندما يتفاوضون على العقد تأمين تحهم لابد أن يتفاوضون أن موجود هذا البلد في عقد تأمين تأمين في حالة وقوح حوادث مرور ونجم عنها لقد ضر الله وللأسف الضحايا وكان المتسبب في حادث المرور غير مؤمن أو لا يمتلك وثيقة التأمين من يعود الضحايا في هذه الحالة تحدث هنا عن صندوق ضمن السيارات إلى دولة وضعت هذا الصندوق تحدث عنه بالتفصيل هذه الحالة بالضبط صندوق ضمن السيارات دولة وضعت هذا الصندوق ممول من طرف شركة أمين عندما نكتري بعقد أمين سيارة هناك 1% من قسط أمين يذهب إلى هذا الصندوق وهذا الصندوق يتكافر بتعويض ضحايا 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 جسمانية حوادث جسمانية ضحايا للحوادث جسمانية ليس ممتلكات أو حالة حوادث جسمانية ضحايا لحوادث للمتسبب فيها لم يستطيع في حالة فرار بالأكثر أو مجهول للهوية أو مجهول للهوية فضحايا عادة كي يرح كي يجي عندما يكون ضحايا كي يكون حادث جسماني حتما يكون هما السلطات هما لازم يحطوا وشم الشركات أمين وين المؤمن فبعض الأحيان كي عندما يكون مجهول للهوية في العادة يكون هناك ججمع ليحتم بيتعويض الضحايا ولكن القاضي ما يعرف وشكون وبهذا الججمع هذا الججمع الضحايا يتوجهون إلى هذا الصندوق وين مقر هو هنا في الجزائر العاصمة محمدية يوجهوا له يعطي كل إجراءات يتم تعويض الضحايا من هذه الأموال لذا 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 أن هذا الصندوق هذا الصندوق لابد أن يعمل بحملات توعوية تحسيسية كثيرة ولماذا لابد أن يكون موجود في كل تراب الوطني لأن ليسمح لكل الضحايا تعرف على هذا الصندوق والتوجه للحصول على مستحقات مستحاقة أكيد سنتحدث عن المنتجات التأمينية التي توفرها شركات التأمين فيما يتعلق بمجال الصحة في تعويض الأدوية لكن بعد فاصل ثم نعود استكمال النقاش اشتركوا في القناة مرحبا بكم مجددا المشاهدين الكرام كنا إذن مع الأستاذ نوردين النبالي نتحدث عن ممكن مختلف المنتجات التأمينية التي توفرها شركات التأمين فيما يتعلق بمجال الصحة من خلال تعويض الأدوية قصد مساعدة المواطنين على تعويض جزء من خسائرهم في شركات التأمين قبل 2011 كانت تمارس كل أنواع التأمين منها على الممتلكات والأشخاص فمنذ 2011 القانون فصل بين نوع هذه الشركات حاليا يوجد شركات مهتمة بتأمين الممتلكات كالعيسا والشركات وهناك شركات جديدة جديدة مهتمة بتأمين الأشخاص وهذا منذ 2011 شركات جديدة وعندما نتكلم عن تأمين أشخاص كان حوادث الجسمانية في منازل مثلا وكان التأمين على الصحة هو التأمين على الصحة فمثلا هو التعوذ الأدوية الأدوية تعوذ الأدوية وكيف تعوذ هذه الأدوية الفرق تعوذ الفرق بين ما تنفيقه في شراء الأدوية والفرق بين ما تعطيك الأقناس هذا الفرق هو تتكفل به شركة التأمين في الفرق في 20% هو شركة التأمين هي لتعطيك الفرق وهذا يسمح بالمواطن أن يكون عنده تأمين شامل أن يسترد 100% بما ينفقه في الأدوية هذا فيما يخص الأدوية لأن تحديد عن تحمل تكاليف العلاج تكاليف العلاج فمثلا تتحمل أيضا بالفرق بين ما تدفعه فعليا عند التكاليف العلاج وما تقدم له صندوق ضمان اجتماعي فمثلا أعطيك مثال قال عندك أن يرام أن يرام من غاديو أشيعة لتكون جميلين ضمان اجتماعي يعطيك ألف دينار وشركة تأمين تعطيك 19 ألف دينار عندما عند طبيب الأسنان مثلا طبيب الأسنان عندك عندك تدفع 50 ألف دينار جزائري ضمان اجتماعي يعطيك 10 ألف دينار جزائري وشركة أمين تعطيك 40 ألف دينار جزائري تعويض نظارات مثلا شريها بزوج من 20 ألف دينار جزائري ضمان يعطيك 5000 وما يعطيك 15 ألف دينار جزائري فهذه الدولة شجعت شركة تأمين للدخول في ميدان الصيحة لأن صندوق الضمان الاجتماعي لا يكفي لتخفيف الضغط والذي كالدولة تخفيف عن صندوق الضمان الاجتماعي سمحت بخلق شركة لتتكفل بهذا الجانب لذا المواطن عندما يكون في هيئة يخلص أقصر تأمين أقصر تأمين لضمن الاجتماعي الذي يضمن له العلاج والأدوية وتقعد ويدفع قصد الثاني وهو مش كبير نغر ما هو واحد واحد ولا ثنين في المئة من دخل تأمين يتفح لشركة تأمين وهذه الشركة تأمين يسمح له وأفراد عائلته لتعويض كل ما ينفقه في مجال الصحة عند الخواص وعند المصحات الخاصة تحدث أيضا الاتفاقيات ما بين شركة التأمين والمصحات الخاصة في الأول هذه الشركات تأمين عندما تذهب في المصحة تجيب لهم فتورة فتورة تعلق العلاج وتعلق العملية 20 مليون أو 30 مليون أو 20 مليون هذه الأكناص تعتك الفتينار وهما يعطوك الفرق بين وشتخلص الأكناص وهذه كانت تعتك نقدا ولكن حاليا وشترد الشركة تأمين خلقوا شركات جددة هي منصات خدمات جديدة فهي متعاقدة مع كل المصحات على التراب الوطني فالنوع التعويض يكون عن طريق الخدمة سوف يقول ينفو يكون عندك تحب تعالج تكلم يعطوك رقم تكلم عن الشركة تأمين هذه الأشخاص تكلم هم يوجهوك عند المحرم المصحة وتقدم تأمين تاعك وهذا سوف يسمح لك والعائدة تاعك بشتعالج بدون 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 متحط أي نقطة وهذه هذه خدمات جديدة إنها فعليا موجودة ونحن نحط هذه الشركة تأمين أن يحسوا يحسوا المواطنين يقولوا نحن رأينا نحن رأينا ونحن نمد هذه الخدمات وذلك لاستقطاع بالناس بزاف الناس المواطنين لا يقالوا بهذه هناك نقص في حملات الترويج وتحسيس بكل هذه المنتجات التأمينية بكل هذه المزايا بكل هذه التسهيلات التي تتيحها شركات التأمين وهذا ما يسجل في بعض الأحيان عزوف للمواطنين عن التوجه إلى شركات التأمين والقيام بمختلفatie المنتجات التأمينية تحدث الآن عن تأمين المنازل عن أهمية تأمين المنازل وكيف تقيمون إقبال الجزائريين على تأمين منازلهم هو تأمين منازل كان هو نوع من فهو إجباري هو تأمين عن حوادث كوارث طبيعية وبالرغم أنه إجباري نجد أن نسبة اكتتابه هو 5% وكان تأمين غير إجباري وهو تأمين منزل منزل على الحرائق وغير إجباري وغير إجباري كان النوع الأول فهو كوارث طبيعية هو إجباري ورغم أنه إجباري ونقاو نسبة اكتتابه هي 5% من المجمع والغير إجباري كان تأمين منازل فهو غير إجباري النوع الأخر فهو تأمين منزل عن طريق الحريق أو ضد الحريق أو السرق هنا الثانين نعود أن نقول له تكوين عن تجاريين في الوكالات شركات تأمين يجب أن يحسون مواطن هو يأتي مواطن لكي يكتب على تأمين أنا أكي نكون تجاري في الوكالة نقول هذا المواطن وممكن أن تقترع عليه عنده السيارة عنده السيارة عنده منزل نقول له السيارات نقول له عندك منزل عندك منزل لماذا لم تتمنش منزل تأمين والمواطنين هما في بلهم أن السعر تأمين هو كبير هو مش كبير كان شركة أمين تعتك تأمين عند المنزل تأمين بثلاث ألف دينار وتعتك تأمين لمدة عام لكل منزل تأمين ضد الحريق ضد السرقة ولابد من هذه الشركة تأمين أن نقول لناس شركة أمين إنترات لازم يقتربها مع المواطن لابد أن ترافق في تعطية جغرافية لجهود الدولة مثلا تفتح وكالات في المدن الجديدة في سيدة عبدالله مثلا في سيدة عبدالله شركة ناس عندها مجادل هي مدن جديدة لابد أن الشركة أمين هي تمشي ثم تفتح وكالات من التمو وتدير حملات توعوية لتسمح الناس الناس هي اللي باسترقوا التأمين وهكذا الدولة تستفيد أن الناس عندما تأمن أكثر رقم شركة أمين وراح يزيد وهذا رقم الأعمال هذا وراح يكون في البنوك تستعمل في الضخ وراح يضخ في استثمار اقتصاد الوطني والشيء الثاني عندما تكون شركة أمين هي تتحمل مصاريف تعود الخصائر هي تعاون بس كنا نعرف أن الدولة عندما تدخل اجتماعيا لتحمل الخصائر عندما يكون هناك فهذا يسمح لتخفيف اللعب على الدولة الدولة أن هي التي تصرف بتعويض ضحايا لأنها ليست دور الدولة ولكن دور الشركة التأمين وهذا يسمح أن كل واحد في الوطن هذا يعمل دور مؤهل به الدولة سيشجع شركة التأمينة لكل إمكانياتنا هما يجب أن يدروا الدولة لتخفيف الضغط على الدولة لتتجه للأشياء المهمة دائما في إطار جهود الدولة نتحدث الآن عن جهود الدولة في رقمانة قطاع التأمين في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الدولة نحو التحول الرقمي ورقمانة كافة القطاعات والمؤسسات والإدارة تخفيفا للضغط على وكالات التأمين وتسهيلا أيضا للإجراءات على المؤمنين واقع رقمانة قطاع التأمين ورقمانة قطاع التأمين لابد منه وشركة رهدت في عملية رقمانة فهو يسمح يسمح بخفظ أقصات التأمين لأن كل رقمانة سوف ينقص من نفقات من كل نفقات وكالات وكالات وهذا يسمح بخفظ نفقات شركة تأمين لكل مصاريف سوف يسمح بخفظ قصد تأمين وعندما يخفظ تأمين فالتأمين يكون متناول كل مواطنين هذا هذا ثانية ثانية يشمل عدة عمليات مثلاً كي تكون هنا في العمل تحب تأمين سياراتك عندك سيارة لعندها ثمن لعندها ساعة لعندها سنة تقدر ماكش مطالب أنك تتنقل إلى وكالة تأمين أكيد مش مطالب تمشي الوكالة تأمين هنا لديك عمل تقدر في سمارتفون تأمين تطبيق تدخل كل بيانات تأمين ويقدر كل شركة تأمين تكون داخلها في تطبيق هنا تقول عندي عندي سيارة ثمن تح هذا سنة تح هذا وعندي مدخول تقال عشرة لاف دينار جزائري وورك هنا في منطقة هذه هو تطبيق هذا يسمح يقول لك تأمين تاعك تلقاه في الشركة وعند كين وكالة قربة منك وتقدر تكتاتب عن بعد عن بعد وتحميل وثيقة تأمين تاعك تقدر تحملها طريق سمارتفون تحملها هنا هنا عندما يكون تحميل وثيقة من يقدر يكون على طريق كود هنا لابد أن يكون تنسيق بين كل قطعات بما فيها قطع الأمن الوطني ومزارة الداخلية لأن في الطريق أو طرقات عندما الشرطي يقول لك وثيقة تأمين يكون عنده يقدر عن طريق يتعرف أن عندك تأمين لا يجب لا يجب تخرج وثيقة تأمين في ورقة هناك كانت شركة أمين مع مصالح رهوم أكتويل مور يديروا التناسق بينهم للوصول إلى هذه النتيجة وهذه 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 العملية يسمح أيضا لتكون بيانات تحت تصرف الدولة هنا هذه إشراك البيانات على شركة أمين يمكن أن تكون تحت تصرف مصالح الشرطة أكتويل يعرفوا أن الإنسان عنده تأمين ولا ما عنده شركة أمين لذلك أهمية التنسيق بين القطاعات الثاني كي لحقنا المشاكين بين زابون وشركة أمين هو كي يصدر لك حادث حادث ثم أوليو تروح الوكالة تروح تصرح وتعمر وراقي أكتويل تقدر تقدر يعطي لك تعمر البيانات تصريح الحادث عن طريق الهتف وتقدر أخذ صورة للحادث عن طريق الهتف وتبعثها للمنصة تعويض الحوادث في شركة أمين وأنت كي تكون دير عقد أمين في الولد تدخل لعب بيانات الإسم اللقب وسعر السيارة وحسن رقم حساب البونكي تلك وعند الحادث عندما الشركة يكون عندها كل يكون عندها كي تبعث المعلومات عن ضرر تقدر تروف أمين يكون عندها صور وذلك يتم تعويض عن طريق ضخف في الحساب البونكي تلك فهذه كل مراحل تحدث عن مجمل الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركات التأمين أيضا وعن الإضافة التي قدمتها الرقمنا في قطاع التأمينات بالنسبة لشركات التأمين بالنسبة للمؤمنين بالنسبة للاقتصاد الوطني أيضا الدولة منتجها منتجها لرقمنا منتجها في قطع المالي البونوك و لابد أن شركة أمين تساير هذا البرنامج تعد دولة وتع رئيس الجمهورية نجم تساير و الدولة تحث تحث وهو الكرة في يد شركة أمين شركة أمين و لابد أن الدولة عن طريق وزارة المالية أن تمد أجال أجال محددة أجال محددة لكي يتم الوصول إلى هذه النتيجة وهي مش حاجة مش حاجة كبيرة واستغلال هذه الفرصة أن الأنترنت الدولة بذلت مجهودات في الأنترنت أو بروبتيك أو ما في الديبي وكل الناس عندها ولماذا لا يغتنام هذه الفرصة لتطبيق هذه كل رقمنا في كل ما جاء اكتتاب وتعوذ الحوادث هنا يسمع أولا يسمع بالتحفيظ كما قلت قسط أمين والتي تتخديم خدمات أحسن وعن طريق هذه الرقمنا كل المشاكل التي تقدر تنجم بين زبون وشركة سوف لي لن تكون أكيد ما تحدث الآن عن التأمين في القطاع الفلاحي أكيد نزيد على نقطة هذه مهدرنا على الدفع عن طريق يستطيع عن طريق هذه الرقمنا سوف يتم الدفع استأمين عن طريق البطاقة البنكية البنكية وهذا سوف يشجع أن استعمال استعمال البطاقة في المدل وكل أموال تذهب لشركة أمين والكهالي الأموال سوف تضغط في الاقتصاد الوطني في نفس الوقت كل أموال سوف تكون في الحلقة حلقة الاقتصادية في تعزيز أكيد في تنمية الاقتصاد نتحدث الآن عن محور مهم جداً عن قطاع استراتيجي القطاع الفلاحي أين تكمن أهمية التأمين في القطاع الفلاحي هو القطاع الفلاحي أن التأمين هو يتم أن كل فلاح عندما يكون هناك ضرر في الأرض الفلاحية وفي المحصول وفي الأبقار أو أي شيء لابد أن يسترجع قواهي الانتاجية وهذا كيف لابد أن يكون هناك شركة أين هي توقف معها تعوض له لذلك لإعادة الانتاج الانتاج ونلاحظ أن الشركة سينما الشركة الوطنية اللي تأمين الفلاحي أنها تعمل كل كل موسعها ولكن غير كافية وغير كافية شركة وطنية نحن لدينا بلان تقارع الله يبارك شركة واحدة دولة والدولة الجزائرية واجدارة شجعت شركة رخصة لكل شركة التأمين أن تمارس التأمين الفلاحي كل حاليا كل شركة تأمين يمكن أن تبيع منتجات الفلاحية التأمينية ولكن المواطن والفلاح ما زال في عقله أن غير سينما هي لذلك 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 الشركات تأمين أخرى هي لذلك ندر حاملات تحسيسية ترويجية وتقترب من الفلاحين نقولهم أنا أيضا ندر تأمين الفلاحي وذلك لتغطية كل الفلاحين لذلك نقول لتأمين الفلاحي هذا السيارة وماش كبير السيارة الرمزي وليسمح الفلاحين يكون لهم تعويض في الأوقات الصعبة ويسمح للفلاحين في إعادة آليات الإنتاج لهم وكي يكون آليات الإنتاج سوف يكون عنده أثر على العرض وكي يكون على العرض الأسعار تحبط المواطن يقدر يشري بأقل سمن ولكن إذا كيسروا كوارث الفلاحين ما يلقاوش شركة أمين يتعوض لهم يكون إنتاج سوف ي لن يكون هناك إنتاج أكيد ولا الإنتاج سوف يتوقف لأن ليس له إمكانية لإعادة إنتاج ثروة وهذا يكون أثر على العرض العرض سوف ينقص والطلب يكون كبير ترتفع الأسعار في هذا النقطة بالتحديد ما هي مختلف الأخطار التي قد يتعرض لها الفلاحون هل هناك منتجات تأمينية كفيلة بتعويض هذه هذه الأخطار هو منتجات هو مثلا في أخطار ممكن بداية التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون أكثر أخطار انتشارا والأخطار هي الأمراض أمراض التي تعدي كل المنتجات الفلاحية الأمراض هي مدمرة المناخ 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 الفيضانات الفيضانات وكان أمراض التي تمس الأبقار ودواجن كل هذا خاصة الأمراض أمراض التي يمكن أن تقضي بكل المحصول وكان الحارق في فصل الصيف الذي يمكن أن يقضي على كل المحصول الزراعي هناك نقول بلكين عشرين ولا ثلاثين منتوج فلاحي فلاحي للفلاحين الذي الذي نجده عند شركة تأمين ولكن ونحن نقتلح نقتلح أن هذا التأمين فلاحي لابد أن يكون إجباري إجباري لأن أحد الآن ما رأيش إجباري كيف تقيمون إقبال الفلاحين على هذا التأمين ليس بالمستوى المطلوب الإقبال نقص ما أسباب هذا العزوف نقص نقص حملات الترويج حملات أنا نقول بله أنا نقول أنه كما تفضلت هو مبلغ رمزي ليس بالمبلغ الكبير وحتى الخسائر التي قد يتعرض لها الفلاحون هي خسائر مدمرة قد تصيب كل منتجاتهم لا يستطيعون تعويضها يعني هذه المنتجات تأمينية أو هذه الفرصة التي توفرها لهم شركات التأمين بإمكانهم من خلالها أن يعوضوا الكثير من خسائرهم لماذا هذا العزوف؟ العزوف لأنها حملات التوعية والتحسيسيات على ما نقول لنا بالشركة التأمين لابد أن تكون تجاريين تحا في وكالتهم أنا كي يجي واحد زبوني يكتتب عقد تأمين سيارة حاجة الأقل لازم تجاري سيقصية واش تعمل واش مينة تعك يقولوا أنا راني راني عندي سيارة وراني فلاح فلاح هلاش متكملش عندنا المنتجات تعكل فلاحية ويعطلهم مختلف الحوافظ وتسهيلات ويبدأ يعرض عليه المنتجات المنتجات يقولوا نديلك اتفاقية نديلك عرض ونسمح لك حما منك باش نأمل كل من منتجات الفلاحية يبدأ يفهمهم يقولوا ن قادروا نديروا حصة نديروا حصة ولا لقاء نفهمهم thrust نعطوك كل هذه ويل Athletic عندما يعرف كل ممينات هذا ماتجات تأمين إلا عندما يذهب إلى البنك ويطلب قرض وبنك هو الذي يقولوا لابد عليك أن ندير هذا التأمين الفلاحي ولذا نحث شركة تأمين أن تبذل مجهودات كبيرة في تكوين تجاريين تحاء على المنتوجات الفلاحية لأن هم يقابلون الزبون كيجي هم لازم يفهمون وندير حمالات ترويجية لتخفيف الضغط على الشركة الوحيدة على الصندوق الوطني لتأمين الفلاحي تقول مما حنا كان 15 شركة يقدر تدير ولم لا خلق شركة تأمين أخرى أخرى جديدة كما خلقنا بونك السكن نقدروا نخلقه بونك خاص لتأمين فلاحي جديد زوج ثلاثة ونقولوا علاش نقولوا مقار تحقا نقولوا واتسوف مثال بأن واتسوفيا في أنموة منطقة في الحياة كبيرة فتحوا ونعملهم وذلك ثانيك يتيم عن طريق هذا يتيم في الاحين كل يعدوا يأمنوا منتوجاتهم والشركة تأمين تكون عندهم تقدر تعوضهم ولن يتأثر العرض تعال انتاج سلطة العرض العرض والذي يؤثر على السعر منتوجات في الحياة سلطة هذا الوفرة دائما الوفرة الوفرة هي النتيجة هي الوفرة والوفرة هي الأسعار أسعار ثانيا يتم تخفض الضغط على الدولة الخازنة العمومية لأن الدولة نجدها تتدخل تتدخل في اجتماعيا في مساندة الفلاحين ولماذا الشركة تأمين هي التي تعمل بالدور تعالى كسؤال آخر سيد نوردين نباليف باختصار كيف سيساهم التأمين في دعم الانتاج الفلاحي في ثلاثين ثانية دعم الانتاج الفلاحي تأمين هو عن طريق الوقوف معه في المواقف الصعبة أن الفلاح لا يوجد أموال يعود الآلية الانتاج تأمين تكون هناك تعطيله أموال لتسمح له بإعادة الانتاج تأمين والانتاج عادية وكل فلاح ما تلقاش منها في الراح سكر ولا حباس ولا تجل يكون عنده شركة تأمين تأمين سعيده دائما على الاستمرار استمرار نشط والعرض والأسعار هو المواطن أكيد شكرا جزيلا لك سيد نوردين بلي خبير في التأمينات على كل هذه التفاصيل وهذه التوضيحات التي وفيتنا بها فيما يتعلق بمجال وقطع التأمينات هذا القطع المهم شكرا جزيلا لك شكرا سعيد شكرا إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم ضمن فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم إذن مشاهدين الكرام ضمن فقرات برنامج هذا الصباح حديثنا الآن عن المجهودات الكبيرة لوحدات وعناصر الحماية المدنية في مرافقة المواطنين طيلة شهر الصيام وطيلة أيام عيد الفطري المبارك وسنتحدث أيضا عن حصيلة تدخلاتهم مع الملازم كريم بالفحص ومكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المدري العام للحماية المدنية صباح الخير سيدي الكريم مرحبا بك معنا صباح الخير سيدي الفاضل صباح الخير كل الإخوة والأخوات معنا في الستوديو صباح الخير كل مشاهدين في كل أرجاء الوطن من قلال التلفزيو العمومي أرحب بك مجددا بداية نتحدث ممكن عن مجمل التدخلات وممكن مجمل الإجراءات التي تختمها خلال الشهر الفضيل وكيف آتت أكلها وثمارها طبعا ككل سنة المدرية العامة للحماية المدنية تحسبا لشهر الفضيل تسطر برنامجا ثاريا يتعلق أو يتضمن تأمين المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم لا سيما محور شبكة الطرقات فهناك أجهزة أمنية تسخر على المستوى كل الطرقات الوطنية والولائية والبلدية هذا الجهاز الأمني يكيف حسب خصوصية كل ولاية وكل مدينة وذلك لطبيعة الأخطار المتواجدة في هذه المنطقة فما هو متواجد في ولاية تبسا ما نلقاهاش في تلمسان ما نلقاهاش في سوق هراس ما نلقاهاش في البليدة وبالتالي نحن نضع نسطر الخطوط العريضة لهذا الجهاز الأمني ثم ينزل إلى ولاية الوطن ويكيف حسب خصوصية كل ولاية وكل منطقة فكان هناك جهاز أمني خاص بتأمين شبكة الطرق لسيما نهاية شهر شعبان وينشفنا عودة المواطنين من مقر أماكن عمليهم إلى الولاية الأم أو مسقط الرأس لقضاء شهر رمضان مبارك ليخدم في الجنوب تخلي الشمال وليكن في الجنوب راحل الولايات مختلفة ولاية الوطن فهذا الحركية كان من الضروري أن نؤمنها رفقة مصالح الأمن والطرق الوطني ثم بعد ذلك كانت هناك ما يسمى بالجهاز الأمني خاص بشهر رمضان مبارك فالبداية كانت على مستوى تأمين دور العبادة والمساجد والفضاءات المخصصة للصلاة لسيما أنه هذه السنة سجنة توافد كبير للمواطنين والمواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى الدور العبادة والمساجد باعتبار هذه السنة كانت الحياة عادية ما فيه إجراءات الحجر الجزئي أو الكل بسبب وباء كورونا وبالتالي كل الفضاءات المخصصة للصلاة كانت ممتلئة عن غيرها وهنا كان من الضروري ومن اللازم على جهاز الحماية المدنية أن يؤمن هذه الفضاءات ثم بعد ذلك كان هناك ما يسمى بتأمين الأماكن المستقبلة للجمهور لما نتكلم عن الأماكن المستقبلة للجمهور ربما نحط سطر على ما يسمى بالبازارات أو الأسواق اليومية والمحلات التجارية التي تعرف إقبال كبير للمواطنين خاصة الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك ونشفنا حركية العائلات الكريمة في صهرة رمضان من أجل اقتناء حاجات العيد أو ملابس العيد للأطفال وتزامنا شهر رمضان هذه السنة مع العطلة الفصلية للمتمدرسين وبالتالي كل العائلات الكريمة تقريبا والأطفال والمتمدرسين كانوا موجودين في حالة راحة وبالتالي كين ديناميكية كين حركية على مستوى الأسواق اليومية والمحلات ثم بعد ذلك انطلقنا في المحور الآخر وهو إطلاق الحملات التوعوية والتحسيسية على مستوى دور العبادة والمساجد بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في مشروع سمي بالحماية من الأذى وهو تقديم جملة من النصائح والتوجيهات والتعليمات لعامة المصلين في كيفية تطبيق هذه الإجراءات بقائية لحماية النفس البشرية من الأذى سواء يتعلق بحوادث المرور سواء حوادث المرور من جراء الدراجات النارية وخاصة سويعات قبل الإفطار تكلمنا كذلك على ما هي الإرشادات الصحية التي لا بد على المواطن أن يتحلى بها لتفادي خطر التسليمات الغذائية وتكلمنا كذلك بقيس طوافير بالنسبة للأطفال والشباب وتكلمنا مع الأهالي وأرباب الأسر للإبتعاد كل البعد على ما يعكر وصفوا حياتهم خاصة فيما يسمى بالألعاب التي قد تكون عواقبها وخيمة خاصة دخول دراجات النارية إلى الطرق السريعة استعمال دراجات النارية في شكل نقدر نقول مجازفة أو مشاحنة مع دراجات النارية وعلى مسألة شبكة الطرق كذلك توعية المواطنين في الولايات الداخلية للإبتعاد كل البعد على ما يسمى بخطر السباحة في السدود والبيرك والمصطحات المائية أنه شفنا في شهر مدى المبارك كان ارتفاع محسوس في درجة الحرارة في الولايات الداخلية الأطفال والشباب يتاجهون إلى هذه النقاط هما في نيتهم أنهم رح يروحوا على أنفسهم لكننا في الإجراءات الوقائية نتخوف أنه تكون ما يسمى بظاهرة الغرق في السدود والبيرك والمصطحات المائية والأودية هذا الشيء اللي خلنا نحطوه في محور كبير وسميناه مشروع الحماية من الأذى في توعية المواطنين كذلك بالنسبة للسيدات الفضليات كانت هناك عملية توعية للأم الكريمة والسيدة الفضلة لتقضي وقت كبير في المطبخ كنا نعطي لها جملة من الإجراءات لتفادي كل ما يعكر صفوها حياة الأسرة خاصة في تلك التصرفات السلبية اللي ربما في بعض المرات الأم تديرها مش مباشرة ولكن عفوية يكثر عليها الضغط تنسى الولاعة فوق المطبخ هذه الولاعة تسخن يدير انفجار ربما الأم تدير عدة مواقد باش تطهي عدة واجبات في وقت واحد وعندها ولاد صغار يدوروا معها في المطبخ ممكن ينقلب عليهم المسخون إلى غير ذلك من إجراءات المقدمة سأكمل معك الحديث سيد كريم بالفحص لكن بعد موجز لأهم الأنباء فتفضلوا بالبقاء معنا متابعين الكرام تحية مشددة مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا المواد الإخبارية بداية وتجسيد لسياسة الدولة في تحسين الربط الجوي بين مختلف مناطق البلاد وتعصبا لموسم الاستياف تستعد شركة الخطوط الجوية الجزائرية لبرمجة اثنتين وأربعين رحلة إضافية جديدة أسبوعيا من وإلى أحد عشر مطارا داخليا وذلك تلهي تلبية احتياجات زبائن حيث ستوفر هذه الرحلات الجديدة مجموعه أربعة ألف ومائة وأربعة وخمسون مقعدا أسبوعيا وأزيد من ستة عشر ألفا وستمائة وستة عشر مقعدا شهريا على إتري وفاتي المغفور لها بإذن الله تعالى صحفية حرية عياري بعد صراع مع المرض يتقدم ودر الاتصال محمد العقاب بأخلص عباراتي التعازي وأصدقي مشاعري الموساة لعائلة الفقيدة ولكفة الأسرة الإعلامية راجيا من المولى عز وجل أن يتعمدها بوسع رحمته وغفرانه إن لله وإن إليه راجعون أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف بمجلس قضاء سيد ابن عباس أحمد كربوب خلال تنشيطه لندوة أقول صحفية إصدار حكم إداعي خمسة متهمين الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية في قضية استدراجي وقتل ثلاثة أشخاص ودفنهم وبعد استجوابهم من قبلنا تمت إحالة الأطراف أمام السيد قاضي التحقيق بموجب طالب افتتاحي عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية جناية القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والليل واستحضار مركبة جناية إخفاء أشياء مسروقة متحصل علىها من جناية مع التماس أمر إيداء ضد جميع المتهمين وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثامن باء زاي الذي هو في حالة فرار وأمام السيد قاضي التحقيق وبعد استجوابه للمتهمين أمر بوضع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت فيما أخضع متهمين إثنين لإجراءات الرقابة القضائية التحقيق القضائي لا زال جاريا في تطورات الوضع بفلسطين المحتل ارتقى شهدان على الأقل فجر اليوم في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الصهيونية على حي سكني ببيت حنون شمالي القطع كما استشهد خمسة أفراد من عائلة واحدة في حي الزرقى وسط مدينة غزة وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين هذا ولا يزال تصعيد على أشده شمال مخيم النصيرات في دير البلحة في المنطقة الوسطى وسط قصف جوي ومدفعي عنيف استهدف عدة مساجد ومربعات سكنية مخلف عشرات الضحايا من المدنيين وزارة الصحة في غزة أحصت ارتكاب الاحتلال لثمانية مجازرة راح ضحيتها تسعة وثمانون شهيدا ومئة وعشرون مصابا خلال الساعة الأربعين والعشرين الماضية وفي تصعيد خطير بالدفعة الغربية استشهد شاب فلسطيني وجرح العشرات خلال هجمات غير مسبوقة لمئة من المستوطنين مدعومين بجنود الاحتلال على مخيم المغير في رمالله حيث قاموا بإحراق عدد من المنازل والمركبات والاعتداء على السكان في الرياضة استهلت أمس مباراة الدور الربع النهائي لمنافسة كأسي الجزائر لكرة القدم حيث فاز شباب لوزداد على ترجي مستغانم بركلات الترجي حقب انتهاء اللقاء في وقته الأصلية بالتعادل ثلاثة أهداف لمثلها وفي مباراة متأخرة عن الدور الثم النهائي فاز اتحاد الجزائر على رأي شباب بوقع بسبعة أهداف دون رد ليواشها في دور الربع النهائي اتحاد بسكراء الثلاثة المقبلة بهذا ناتي لختام الموجة شكرا على كرم المتابعة في أمان الله أرحب بكم مجددا إذن مشاهدين الكرام كنا نتحدث عن المجهودات الكبيرة التي بدلتها وحدات الحماية المدنية خلال الشهر الفضيل وكنا نتحدث معك السيد كريم بالفحص المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المديري العام للحماية المدنية عن مجملي الإجراءات المتخدة خلال الشهر الفضيل من أجل تأمين المواطنين وكذا الحملات التوعوية والتحسيسية التي قمتم بها خلال هذا الشهر أيضا طبعا نذكر فقط أين توقفنا في المرحلة الأولى تكلمنا كذلك على المجهودات التي قدمت إلى السيدات الفضليات على مستوى البيوت والمنازل سواء على مستوى المنابر الإعلامية والبلاطوهات التلفزية أو من خلال وجودنا في دور العبادة والمسجد وتكلمنا بخطاب باسط موجه مباشرة إلى السيدات الفضليات في كيفة الحفاظ على الروح البشرية من الهلاك والابتعاد كل البعد على العواقب الوخيمة التي قد تسببها الحوادث المنزلية وتكلمنا على تلك التصرفات التي تكون في المطبخ باش نحافظوا على أفراد الأسرة ونحافظوا على الأم الكريمة التي تعبت خلال شهر رمضة المبارك وتحافظ كذلك على صباياها كذلك كان لنا عامل كبير بما يخص نقدر نقول ما تعززت به الجزائر وهو جامع الجزائر وكانت لنا حضور على مستوى هذا الفضاء هذا الصرح الديني الكبير من خلال تطبيق عدة 80 افتراضية تطبيقية على مستوى هذه المؤسسة الدينية التي لاحى نقدر نقول صدعها ونجمها في شهر رمضة المبارك وكانت لنا عدة مناورات في هذا الفضاء من أجل اختبار جاهزية الآوان للتدخل في هذا الصرح الكبير باعتباره فضاء جديد يتمثل بمساحة كبيرة له عدة طوابق عدة أجنيها عدة فضاءات فكان لنا كذلك الدور في هذه العملية من أجل استقبال المصلين والمساهمة في تفعيل هذا الصرح الدين ثم بعد ذلك تلقنا إلى ما يسبب بتوعية المواطنين من خطر الحوادث المرورية باعتبار أنه هذه السنة سجلنا أرقام نقدة نغو القياسية للإشارة أنه على مستوى شهر رمضان المبارك وخلال الفترة الممتدة من أول أيام رمضان إلى غاية 30 يوم من رمضان سجلنا أزيد من 167 قاتل راحة ضحية الحوادث المرورية العنيفة التي شهدتها شبكة الطرق على المستوى الوطني سجلنا كذلك أزيد من 5925 جاريح في أكثر من 4700 حادث مرور إذن الأرقام كبيرة كانت في هذا الموضوع وأهنا السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد بولان مغلف أعطى تعليمات صارمة إلى كل المديريات الفرعية والمديريات الموضوع تحت تصرفه من أجل تكليف العمل التوعوي وتحسيسي وأطلقنا على مستوى المحطة البرية للمسافرين الخروبة حملة توعوية تحسيسية لفائدة السواق أو ما يسمى بالسواق المحترفين اللي هما السواق سيارة الأجرة وسائق حافلة نقل المسافرين تكلمنا مع هذه الفئة بأرقام بإحصائيات من أجل إحياء الضمائر وتكلمنا معهم أنهم على أنفسهم مسؤولية كبيرة قلنا لهم بالإحنار نتكلموا عن الحوادث المرورية لمركبة واحدة أنت الآن رأك تحمل 30 أو 35 مسافر معك وسائق سيارة الأجرة يحمل معه ستة مسافرين وبالتالي رأي عندك مسؤولية كبيرة توجه المركبة توجه الطريق وتوجه الروح البشرية اللي رأي موجودة معك فالمسافر يقدر يبقى معك ساعة أو نصف ساعة في المركبة يقدر يبقى في حالة الوعي لمدة 24 ساعة أو 20 دقيقة ويقدر يرقد وشكل اللي رأهم مسؤول على هذا المركبة هو أنت سائق المركبة فتكلمنا بلغة نقدر نقول حدة معهم وكانت فهم كبير وكانهم على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية في الوظيفة اللي قموا بها والخدمات اللي قدموها للمواطن الجزائر تكلمنا كذلك مع المواطن والمسافر وتكلمنا ما يسمى بضاروة التمتع بثقف التبليغ قلنا للمسافر بللي لما تكون أنت على مستوى المركبة إذا ما كانت عندك ذي ثقف التبليغ أول واحد يكون ضحية هو أنت وبالتالي لما نشوف سائق المركبة يشوق بسياقة جنونية أو بسرعة مفرطة أو يشتعمل في مناورات خطيرة فهنا واحد من المواطنين الذين لهم من درجة الوعي ولغة التخاطب السليمة يتكلم مع قائد المركبة هذه بشيخفض السرعة ويلتزم بما هو مسموح به في القانون أو ما هو مسموح به في السير في الطرق إذا كان الإنسان هذا يا تماد في هذه الغلاطات هنا المواطن يحمل الهاتف التاع ويتواصل مع المصالح الأمنية عن طريق الرقم الأخضر سواء الأمن الوطني أو الدرك الوطني ويبلغهم أن نرى موجودين في مركبة معينة فلانية في النقطة الفلانية قائد المركبة راه يدير في تصرفات غير لائقة وغير ساوية وقد يؤدي بنا إلى الهالك وهنا نفتح قوس أنه كان تجاوب كبير من طرف المواطنين وفهمناهم بهذه الثقافة التبليغ تجعلنا أن نغرس ونساهم في كبح الأرقام الإحصائية ويتمتع مواطنين بما يسمى التربية المرورية أو التربية الوقائية فكانت الانطلاق رمزيا من محطة خروبة بحضور مصالح الأمن الوطني الدرك الوطني كذلك إطارات محطة النقل وفعالية المجتمع المدني ومثلتنا في الجمعية الوطنية الدليل وين كنا أطلقنا رسميا هذه الحملة نيابة عن سيد المودي العام وتفرعت عنها حملات تحسيشية في كل ولاية الوطن في كل المحطات البرية في ولاية الوطن حتى نساهم في كبح الأرقام الإحصائيات المسجلة كذلك أمر مهم آخر في هذه العملية وهو الخروج في دوريات استطلاعية من وحدات الحماية المدنية عبر شبكة الطرق كل ولاية أعطينا لها الحرية باش تدير دوريات استطلاعية في النقاط السوداء لتعرف حركية مرورية كبيرة أو سجلنا فيها العديد من الحوادث المرورية في نفس النقاط فتكلمنا سيد المودي العام أعطى تعليمات الموديليات الولائية بضرورة تجنيد كل الأشخاص أو كل الموظفين بمختلف الرتب وتسخير كل الإمكانيات المتاحة من سيارة إسعاف شاحن التدخل لتأمين الطرقات في حركية المواطنين وهذا الجهاز الأمني راه زال إلى غاية لحظة منصب إلى غاية يوم الغد إن شاء الله حتى تعود كل الأسر إلى بيوتها وكل المواطنين يعودوا إلى أماكن أقامتهم وبداية أسبوع موفقة فتعود الحركية العادية للحياة العادية للمواطن الجزائري فينتهي أو تنتهي صلاحية هذا الجهاز الأمني ويعود كل واحد إلى وحدة تاعه ولا يعود إلى الوظيفة تاعه وأهنا نقدر نقول أنه العملية لم يتوقف غدوة ولكن نحن كانت هناك جهود مكثفة خلال نهاية شهر رمضان وتأمين ثلاث أيام تعيد الفطر المبارك ممكن أن أيام معيد الفطر المبارك كنت تتحدث عن مجمل هاته الإجراءات المتخذة خلال هذه الأيام الأخيرة والتي للأسف وخلال هذه الظروف الإستثنائية عرفت حوادث مرور مميتة خلال 48 ساعة الأخيرة اللهي بكل أسف وحزرة سجلت الموديلية العامة للحماية المدنية خلال أيام عيد الفطر المبارك أزيد من 16 قاتل من جراء الحوادث المرورية العنيفة التي سجلتها شبكة الطرق فأنا أتكلم عن جهود الدولة الجزائرية في الميدان من خلال تسخير الأجهزة الأمنية لمرافقة المواطنين بالمقابل هناك حوادث مرورية عنيفة سجلنا من خلالها وفايت ففي أيام العيد الفطر المبارك سجلنا أزيد من 16 حالة قاتل راح ضحية الحوادث المرورية سجلنا كذلك تدخلات أخرى من خلال وجود حوادث مرورية من دون وفايت لكن فيها الجرح وأستوقف هنا لأترحم على كل من سقطوا في هذه الظروف الإستثنائية التي عرفتها ولاية الوطن في الحوادث المرورية هذا 167 التي توفى في شهر مدر مبارك 16 واحد التي توفى خلال أيام عيد الفطر المبارك وصبحت اليوم سجلنا حدث مروري خطير على مستوى منطقة قاسنطينة إثران حراف وانقلاب حافلة النقل المسافرين تشتغل على خط الجزائر على النابة وخلفت لنا هذا الحادث أو خلف لنا هذا الحادث وفايت شخصين في عين مكان فيما تم تسجيل إصابة 33 شخص آخر من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية تم إسعاف الضحايا في عين مكان وتحويل مع الجنح السرعة إلى أقرب مؤسسة صحية لمكان وقوع الحادث فيما تم تحويل جثث متوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى والعملية كانت صخرت لها إمكانية مادية وبشرية كبيرة باعتبار أن هذه الحافلة كانت تقل أكثر من 50 مسافر وبالتالي ننصح وأعيد وأكرر من خلال هذا البلاطو من خلال هذه الاستضافة إلى ضرورة احترام إشارات المرور العمودية والأفقية ضرورة احترام السرعة المسموح بها قانونا عدم تجاوز على الخطة المستمرة عدم تجاوز داخل الأنفاق عدم تجاوز في المنعرجات المغلقة التركيز مع مقود السيارة والإبتعاد كل البعد عن ما قد يلفيتوا ربما أنظارك من خليك تركز مع السيارة ربما تبقى التي مع الهاتف أو مع المذياء أو للحاديث مع الأفراد اللي يمرافقينك فهنا راح تخرج على القيادة السليمة والسلوك الإيجابي وتروح إلى السلوك السلبي لقد الله تعرض إلى حوادث مرورية أليمة فنعيد هذه الفرصة أو نغترم هذه الفرصة لنتكلم مع السواق المحترفين والسواق المركبات بضرورة توخي الحطة والحذر وحفظ النفس البشرية التي حرم الله وقتلها إلا بالحق فالإنسان راهيكين إشارات عمودية إشارات أفقية وضحى القانون الجزائري السلي المفعول الإنسان يلتزم بها حتى نكرس تربية مرورية لأبنائنا أنا قائد مركبة سلوكات اللي نديرها مع المركبة أراني نكتب فيهم أو نغرس فيهم هذه السلوكات إذا كان سلوكاته إيجابية فالولاد هذور رحين يتعلموا هذا السلوكات الإيجابية إذا كانت سلوكاته شلبية الإبن هذا بمجرد ما يسمح له القانون بقيادة المركبة يصبح يسلك نفس السلوك اللي كتننديره هذا من جهة من جهة ثانية سواق سيارة العجرة وحفلة تقبو سافرين مسؤولية كبيرة على رقابيكم سواء من ناحية القانون أو من ناحية الله سبحانه وتعالى تخيل معي هذا قائد المركبة لليوم ربما راه جريح ولا ربما إن شاء الله يكون متعافى كيف راه الضامير انتعه بعد الحادثة التي وقعت يشوف باللي يركبه معه الناس سالمين غنمين هذا الأرواح التي أزهقت وأزهقت كما قال نفسيني بسبب هذا الحدث المروري وثلاثين واحد ولا ثلاثة وثلاثين وعندرم الآن في المستشفى هذا الضامير انتعه الآن ما هوش مرتاح وأنا متأكد ربما ما هوش هو الغالط وربما ما هوش هو الظالم ممكن هو الضحية لكن أنا متأكد أنه الضامير يؤنبه إلى درجة لا تتصور أخي المحترم أنا أتحدث معك بهذه اللغة لأنني أنا عشت ما يسمى بإرهاب الطرقات وأنا كانت لقصة مع الحادث المرورية وعندي أخي متوفي أخي الأكبر من جراء حادث مرور في شهر مدى المبارك مساعدة 2003 فأنا أعلم جيدا تلك الصور تجتاح العائلة بعد وصول النبأ لذلك أنا لما نتكلم عن الحادث المرورية والحادث المرورية الأليمة لفئة الوفاية صدقني أتكلم عليها من القلب لأنه عشنا تلك اللحظات وفي كل سنة لما يصل شهر رمضان كل ما يصل اليوم التاسع من شهر رمضان نتذكر تلك القصة كيف جعل الخبر كيفا 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 فأنا نتمنى إن شاء الله شفاء العجل للجرحة ونطلب من علي القدير أن يرحم كل المتوفين من هذه الحادث المرورية والمواطنين اللي يشاهدوا فينا الآن وجودنا معكم في الميدان ما هو إلا لسبب واحد هو الحفاظ على النفس البشرية من الهلك استمعوا وأنصتوا إلى المؤسسات الأمنية اللي را يتقدمنا صائح وتوجه زملائنا رجال الأمن ورجال الدرك صدقني أنهم مقبل يحروا المخالفات راهم يقدموا جهد كبير في مجال توعية وتحسيس راهم يحييوا الضمائر لسواق المركبات وجود رجل الأمن ورجل الدرك ولا رجل الحماية المدنية في الميدان في الباراج ما هو إلا دليل على أنه كين مرافقة لتأمين شبكة الطرق وهذا المواطن لو يشوق في المركبة لما يشوف رجال الحماية المدنية يشوف رجال الدرك رجال الأمن يرتاح نفسيا وحتى المواطن اللي يوم سافر في هذا الطاكسي ولهذا الحافلة لما يشوف الباراج يتعى الأمن وتعى الدرك المدنية يرتاح نفسيا يعرف اللي هذا الطريق ومؤمن ولذلك في بعض المرات تكون غفلة في بعض المرات هناك يكون إرهاق في بعض المرات يكون آرق في بعض المرات يكون تعب نعاس من جراء ربما عدم أخذ قسط كافي من الراحة في بعض المرات المواطن لو يسوق المركبة عنده أمراض مزمنة يتعاطى أدوية لهذا الأمراض المزمنة العواقب تحت تكون واقعين وبالتالي ضروري ومهم جدا أن نلتزم بالسلوك الإيجابي تجاه الطريق وتجاه المركبة لأنه في الحياة العادية نقول واحد المصطلح طريق ما ترحمش وبالتالي نحن لا نريد أن يعم الحزن والكأب على آئلات الكريمة نريد أن يكون المواطن الجزائري متمتعا بثقافة مرورية وبتربية وقائية تبعده كل البعد عن المجازر التي نسجلها في نفسنا يعني برغم مجدد الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقومون بها الإجراءات الردعية في حق المخالفين إلا أن حوادث المرور هذه لا تزال دائما في تصاعد مقلق يعني لا بد من دق نقوس الخطر ما هي الأسباب المباشرة وما هي الإجراءات الواجب اتباعها حقيقة من أجل الحد من هذه الحوادث التي أصبحت تقلق وتقلق بشدة والله سيدي الفضل لو حطينا ملف الأسباب على طاولة تشريح لا بد من حضور المخول لهم قانونا في تشريح هذا القضاء خاصة من يملكون الضبطية القضائية وكذلك مقتصين في مجال التربية المرورية نحن باحتكاكنا مع دجال الأمن ودجال الترك لما نصل إلى عين مكان ونسجل الحوادث المرورية هناك جملة من الأسباب المتعارف عليها والموحدة قلت لك سرعة المفرطة تجاوز سرعة المفرطة المسموح بها قانونا هذا الطريق يقول لك هذا المسافة ما تمشيش فيها كثر من 90 كم في بعض المرات نجد حوادث مرورية هذاك الركونتور حابس 140 و 150 إذن سرعة جنونية في بعض المرات تكون مشاحنة ومجازفة ومخطرة مركبان تعكي ما المركبان تعي في الشكل وفي الإسم وربما حتى في السنة تعال إنتاج انتحها فنبدأ ونضيره مشاحنة ومخطرة خاصة في مواكب الأعرس في بعض المرات هناك يكون تجاوز جنوني على القطة المستمرة الطريق يسمح بالتجاوز فنجد من الشباب أو من السائقي الذين لا يتجاوزون على القطة المستمرة في بعض المرات نجد التجاوز على المنعرجات المغلقة منعرج مغلق ومنوع التجاوز نجد هناك من تجاوز هذا القطة المستمرة في بعض المرات الإنسان لا يكون مركز مع مقودة السيارة مركز مع الهاتف مركز مع الميذياء مع الحاديث حتى يجد نفسه استادم بالمركبة التي هي أمامه في بعض المرات الإنسان يدير مناورات خطيرة يقول لك ويسوق حتى ديران كود فولون لما يديران كود فولون تنقلب به السيارة لقدر الله انحراف وانقيلة إذن هذه السلوكات متعارفة عليها إضافة إلى قلت في بعض المرات تعب وإرهاق من غير الممكن جزائر العاصمة من الجزائر العاصمة سائق مركبة يمشي واحده حتى ثلاثة من راست هذه السياقة يمنع لها القانون باعتبار أنه السياقة المستمرة التي تتجاوز ربع ساعات إلى غير ذلك فلن يجد من وجود سائقين وليس يكون من نفس النقطة واحد يقلع منه من الجزائر العاصمة ما الأخير يكون في الجلفة ولا في غردايا إذن لابد من اتباع إجراءات إجراءات قيادة سليمة بالإضافة إلى تكاتف جهود الجميع تكاتف جهود الدولة الجزائرية ومجتمع المدني وسواق المركبات وفي الأخير نخرج بما يسمى تربية مرورية أو منهاج مروري يتفق عليه الجميع لحفظ النفس البشرية وهو ما نسعى إليه دائما سيد كريم بالحفص المكلف بالإعلام والاتصال على مدرية المدرية العامة لحماية المدنية الإرشادات وكل هذه الإجراءات التي قمتم بها والحصيلة التي قدمتموها لنا شكرا جزيلا لك شكرا شيد الفضل ومن كذلك لكل زملائي في زل عمو إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم ضمن فقرات برنامج هذا الصباح لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أرحب بكل من التحق بنا ضمن فقرات برنامج هذا الصباح الآن سنتحدث عن مرافقة التلاميذ بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة الربيعية التي تزامنت الشهر الفضيل من خلال تهيئة كل الظروف المثالية لضمان تحقيقهم لأفضل النتائج الدراسية خصوصا بالنسبة للمتمدرسين المقبلين على امتحانات مصرية كشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور السيدة فاطمة الزهر بن علي وهو مختصة في علم نفس المراهقين صباح الخير سيدتي الكريمة مرحبا بك معنا صباح النور وصحايتكم صحايتكم صحايت الأم الإسلامية جميعا عيدك مبارك كل عام وأنت بخير بداية نتحدث عن العطلة الربيعية التي تزامنت والشهر الفضيل للأسف بعض السلوكيات السلبية التي اكتسبها التلاميذ خلال هذه الفترة خصوصا ما تعلق منها بالصهر إلى ساعات متأخرة كيف تؤثر هذه السلوكيات ممكن على استعادة تركيزهم في العودة إلى مقاعد الدراسة يعني العودة إلى السلوكيات العادية كالأيام الدراسية يعني صعيب جدا بالنسبة لأطفالنا في رمضان يسهروا وصبح كانوا في عطلة كانوا ينضمد آخرين نحن نحط الأولياء إن شاء الله يعاونونا كما اليوم أنا اليوم السبت إن شاء الله يسير قدوا أولادهم ما يفوتوش العشرة على بالك الأطفال غير يشوفوا واحد في العائلة يتحرك يتحركوا معه وما تانيك يعندوهم على العشرة يتحركوا الأدواء والأولياء تانيك يرقدوا ما ملا ما شي حابين يرقدوا ما لازم يهيئوا الجو في المنزل باش الأطفال يرقدوا صباح وينضوا شوية بكري ومليوم دي جا عطناش ما يخليهم مش يدروا وقيلوا لليوم باش لعشي يقدروا إن شاء الله على العشرة يرقدوا وينضوا صباح مواجدين للفصل الثالث لي هو قصير جدا يعني تصفحة البارحة تواريخ الامتحانات تلقيت مازال شهر تماما يعني شهر تماما على امتحانات الفصل الثالث يعني الأولياء يعاونونا ما هي الظروف التي يجب توفيرها للتلاميذ؟ نحن نحضره عموما في الأول جميع الأطوار نحضره على جميع الأطوار بعد ذلك نخصص على المتمدرسين المقبلين على الامتحانات المصرية نتحدث عن تلاميذ الأطوار الثلاثة بداية نحن نعرف بلي في العطل الأولياء باش يلتولدهم يخرجوا لهم من الأدوات تتعلعب درجات اللي يجوا لكونسانت نحن نقول لهم يعاودوا يخبوا كلش يعاودوا الأولياء يخبوا درجات اللي خرجوهم في العطلاء يعاودوا يخبوهم اللي خرجو لكونسانت على الجو يعاودوا يخبوهم والأطفال اللي مازال ما لحقوش للطور التانوي اللي عندهم الهواتف الدكية تانيك فيها ألعاب يعاودوا يشدوها لهم جميع المحفزات اللي تشتت الطفل على المراجعة يعاودوا يخبوها خدش العطلاء خلاصت لو قلتها خلاصت على بلك ذكرنا في فصل الربيع الأطفال غير يشوفوا نهار طوال والشمس طلت يحبوا يخرجوا حنا ما نقدروش نربطوا أولادنا مي نبعدوا عليهم هذو كن محفيزة على اللعب للا كينا كرة نعودوا نخبوها نبعدوا على أندارهم يروح يرفض الكرة ما كانشها يروح يجي الدراجة ما يلقاهاش ومعدها تقولوا لازم تسقطوا على الامتحان ما تقولوش امتحان ولا تقلقوا تقولوا ما زالك شهر أربع أسابيع انت تبعني مع هذك الأربع أسابيع ونحاود نخرج لك الدراجة ونحاود نخرج لك الكرة وتعاود هي تفلو كراريس وغدرنا لدخول مدرسي تعاود تشد له كرة وتشوفوش خصو أسكو مغلف مليح ومعد هو وحده يعاود يلقى روحه مهيئ للدخول مدرسي إذن دور أكبر يقع على عاتق الأولياء اليوم خصوصا على عاتق الأولياء ومعد كي بدو يدخل غدوة وغير غدوة يلقى في الدار الكرس قدامه يلقى في الدار الحاسبة قدامه تهيئ له بالنظر الطفل عنده الحواسة هو اللي يستعملها إذا شف ديرم به أدوة مدرسية كتب مراجعة وحده وحده يتأقلم إذا ما القواله قغل هذه المحفظة المخبية فيها ما يشوف يعاود هو يطلب التاقة يلقى الشمس يحب يخرج لازم الوالدة هي اللي تهيئ له في البيت الجو الدراسي اللي كان فيه في الفصل الأولي والفصل الثاني نتحدث الآن عن المتمدرسين المقبلين على الامتحانات المصرية شهادة التعليم المتوسط شهادة الباكالورية ما هي الظروف الواجب توفيرها لهم من أجل ضمان تحصيل علمي ودراسي من خلال يتحصلون يعني نعود نقولها نعود نقولها ما زال شهر تماما كما الباكبلون و الباكبلون ما زالوا شهر تماما وهنا عدنا تلت عوامل اللي لازم يعانونا عدنا الأولياء عدنا الأساتدة وعدنا المختصين نفسيين على مستويات المدارس المتوسطة والمدارس التانوية احنا الدولة وفرتنا في جميع المدارس الوطنية ممتوفرين هاد المختصين نفسيين كان هناك مدارس اللي قوموا فيهم المختصين واجبهم مثلا كي يبقى هكذا مازال شهر على الامتحانات يجمعوا جميع التلاميذ في قسم ويعطلهم يهيئوهم نفسيا احنا نعرف كاي الناس يجل عندي ولادهم يجيبوا في العام 18 معدل تلحق البكالوريا ما تجيبوش علاش غير مهيئة مش هالميا نفسيا هذا الدور المختص النفسي على مستوي المؤسسات جمع التلاميذ الأقسام الامتحانات ويهيئوهم كيفاش يوجدوا رحم نفسيا اللي هادي مايش آخر الأشياء ان شاء الله يجيبوا هو يراجع شوية ويجيبوا يعني احنا رانا تكنير على العامل نفسي في المدارس وفي المتوسطات وفي التانويات على المختص النفسي مدى بنا يقوم بدورو في هاد شي وبالنسبة للبيت احنا نعرفه أنا يعني نهضر مام على نفسي أنا عندي عن تجربة عن تجربة أنا عندي ولدي جوزه وعندي هاد رحي جوز باكالوريا أنا راني مرتبكة أكتر منه يعني الطفل كيشوف الوالديه مرتبكين وعلى بل يبلي خطأ مني بصح ما نقدرش كي تجيك في ابنك مدى بك انتلي تحكم هذيك ستيلو وتكتفي بلاستو يبلي كينا ارتكاب يعني أنا ننصح روحي وننصح الأولياء ما يرتبكوش خاطش الطفل كيشوف الارتباك عند الوالدين مخو يغلق يغلق مخو ما احنا كينا واحد للأدوات دايما نعلموهم في كل حصة نعلموهم للوالدين والأطفال الطفل كي خلاص أوقرب الامتحانات لازم يتعلم التنفس العميق التنفس العميق هو التنفس يدخلو في جميع الأدوات يلقاوه ويعود زافير خمسة واني حتى الأكسجين يلحق له العقله شرب الكثير من الماء الطفل لازم يلقى الماء في المحفظة في الطاولة في البيت وين يدور يلقى الماء الماء ينشط المخ أيضا تانيك هادو التنميذ اللي ما زالها مشهر احنا ما دابينا الأولياء والأساتدة يهيئولهم جو البكالوريا او جو التعليم امتيحان تعليم المتوسط مثلا أنا عندي وليدي نعطي له امتيحان الرياضيات يراجعوا في المنزل نقول له هكو وليدي ديرو ومعن نشوف لك الحل لازم للولي يتبع الحل هل نعطيه ربع سوايا هل نعطيه خمس سوايا لا هذا خطأ بعد خمس سوايا كي تجيب لي 18 على 20 كي نصح له هل في البكالوريا او في المتوسط رح يعطوه خمس سوايا وهذا الدائم المشكلة الذي يقع فيه المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا أن الوقت لا يكفيهم الإجابة على كل هذه الأسئلة تلقات الميد مشتهد وشاطر يقول لك ما ملحقش يقول أستاذه ما ملحقش خدش هي يعطيه ربع سوايا هي يعطيه خمس سوايا نعطيه نفس الجو اللي يكون فيه الامتيحان أنا عن نفسي أنا نقص نص ساعة إلا كان امتيحان الرياضيات يتمد في ساعتين ونصف في البكالوريا أنا نعطي لابني ساعتين علىه التلميذ كيكون عنده لغة عربية في ساعتين ونصف ندر في المتوسط أنا نعطي له ساعتين ونقول لوليدي كي يعرف هو يشوف روحوش حال جاب في هذوك ساعتين كيشوف تصحيح ومعدها كي روح في البكالوريا مايرتبكش كيشوف روحو يدر في ساعتين غير تمرين واحد يعني إحنا ننصح الأولياء يساعدونا في هذ الأمور والحمد لله هذو كي يلقاه وليس يوجي هكذا وانا ما علي بليش وشاوي يدير في الغرفة عدنا الهاتف راهو الآن فيها ألعاب فيها أفلام انت ما تخليش الهاتف قدامه وتقول لها كي ولدي وتغلق الغرفة وتروح تجوز خمسة سواع ستسوايع ومعدها تطلع عليه تلقاها يقول لك نعاس تعييت لازم نرقبه شوية أولادنا بقنا شهر نوقفه على أولادنا الأم الأب لازم يساعدها ونوقفه عليه نروحه نجود ساعتين نرفض له الحل يقول لي ما ما كملش نقول له معلي شوح المادة التانية يعني باختصار يا أستاذ احنا نهيئو لازم نفس الجو اللي راح يكون في المدارس عند الامتحانات نهيئوهم إن شاء الله في المنزل وتانيك لنعطوهم شوية فيتامينات خادش نعرفه جدا باللي الطفل عندما يستهلك عندما يفكر ما يستهلكش نفس الطاقة كما احناك نقوم بالأشياء العادية يحرق زنك يحرق حديد يحرق يعني بكمية هائلة ما تقدش تصورها أنا دايما ننصح نقولهم في الأشهر الأخيرة نشروا شوية زبيب نحطوها على اليد يعني زبيب راهو في في محتوى الجميع ما شي حاجة لغالية راهي زبيب شوية تمر نحطوهم على اليد نعرفوا لأدنا ما يحبوشها تسقايت احنا وش نديرو أنا دايما نحط كمية صغيرة في المحفظة نحط على الطاولة تعود المنزل ثم نحطها له على نظره دايما يلقاها قدامه ومش يحتن فكره ما يحبش يأكل هادوكا يأكلها من بعد هادرنا عن ما هادرنا عزبيب وتانيك نسيه شهر الأخران إن شاء الله يا بيت اسمعوني الأولياء نقسم المعجنات المعجنات يتقلوا بزيف المخ ويتقلوا الجسم ملافظة تلاحظ باللي كي الإنسان يفطر حاجة تقيلة وش يحب يدير موراه يرقد يحب يرقد لماذا؟ لأن المعدة تأخذ 60% من طاقة الجسم ألغي لك لنا أكلة تقيلة وخذت المعدة 60% من طاقة الجسم حنا وش خلينا للعقل ما خلينا لوش هدوك 40% يروح يوقف يوقف يوقع راح كلش حنا نسيه الأولياء دايما نصحوهم باللي هاد الأشهر الأخيرة تعطيلوا أكلة خفيفة مليئة بالخضروات والفواكه نكتروا له الخضروات والفواكه لأنهم سهلين للهضم ينهضموا بطاقة 20% والطفل العقدام يقدر يقعد واعي وفايق نخلوه الطاقة أقصى نخلوها للعقل باش إن شاء الله أولادنا يركزوا ما خير لو نتحدث الآن بإجراءات عملية خطوات عملية لمساعدة هؤلاء المقبلين على هذه الامتحانات المصرية خصوصا أن الكثير منهم قد يخافون في مثل هذه الامتحانات كيف هو التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالات؟ عدنا أمرين عدنا الولدين حضرنا عليهم يوقفوا على أولادهم ساعتين كل ساعتين تطلع عليه ما تحطلوش وتروح طلع على وليدها كل ساعتين عدنا أمر آخر واش بقى في الفصل الثالث أستاذ؟ بقى أنا نتابع بقى محور صغير فيها درس أو درسين الأسبوع الأول نكملوا لدراسة الفصل الثالث نروحون نخرجوا مواضيع الباكالوريا تعل عشر الأعوام الأخيرة ما تقدرش تراجع حاجة أحسن من موضوع اللي هو طاح ديجا في موضوع الباكالوريا أنا نحن نعطيك تمرين من الكتاب سهل ومع ذلك يتح في الباكالوريا تقولي يا أمي كان صعيب ما شي كما تصورت أنا نرجع لك مباشرة موضوع الباكالوريا تلاميذ تعليم متوسط الوالدين يخرجوا لهم موضوع تعليم متوسط لخمس سنوات اللي سبقت في جميع المواد في الرياضيات في العلوم تعطيها الوليدها هو يشوف يشوف بليل الموضوع طويل من الولي يوجد نفسه أنا ما نعطيك بليدي تمرين 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 ومع ذلك نقول خلاص أنا وليدي يعرف ونهار الامتحان هو يشوف ورقة مزدوجة مع مرأة بالأسئلة يخلع أنا نحط له من الولي نقول لك نهيئه على نفس الموحيط اللي سيصرره نهار الامتحان نطلبه للأساتد لا نقدرش ندخل فيه أكيد نتكلم أيضا على دور الأساتد ليس فقط دور الأوياء ما هو الدور المنوط بالأساتد المراجعة المراجعة لكن مراجعة المواضيع السابقة اللي قدروا يلحقوا العشر سنوات لحقوا ما قدرواش يلحقوا العشر سنوات السابقة الخمس سنوات السابقة نعرف بلي في امتحان الباكالورية يعطوهم موضوعين اختياريين نسي ما كنا نقوله خمس سنوات عدنا عشر مواضيع الطفل كي يشوف العشر مواضيع اللي فاتوا يحلهم ويلقى روحوا الحلول هناك حلول وتقدر تقيم نفسك شحال جبت انتك تشوف روحك في المدرسة ولا في المنزل جبت في موضوع باكالورية جبت 15-16 على بلك معناوية الطفل كيفاش يروح لمديحان يروح يقول لك أنا رح نجيبه 15 ما الأولياء لازم الأولياء والأساتذة ننصحهم غير يكملوا البرنامج تكتيف 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 مواضيع الباكالورية ومواضيع التعليم المتوسط الجزائرية اللي صرات خمس سنين من قبل سفدي عشرة ولا قدروا ولا لحقوا ولا لحقوا يزيدوا يزيدوا من قبل هذه تهيئ الطفل مخه يزرب بسرعة يحل وما يخافش يقول أنا حليت موضوع باكالورية لأخويا الكبير اللي أخويا جب فيه 12 أنا جبت سفيا 16 يكسب ثقة في نفسه الثقة هي أنا قلت لك عندي 300 جوا عندي كوتشيتهم كانوا في الباك جابوا في طول العام جابوا 18 والله العادي ما جابوش الباك خادش ثقة ثقة هذيك اللي كانت لحقوا للورقة تقول لي يا أستاذة نشوفها بيضة قلت لها درتي تنفس العميق قلت لي وشو التنفس العميق الطفل لازم كيجي رايح ما له يقولوا له شفت زمان كانوا يعطونا حبة سكر حبة حلوة كانوا يعطونا معلش يعطوهم حبة سكر حبة حلوة خادش هي طاقة سكرية تديها معها تحتها غير تاكلها تطلع لها الطاقة للمخ تعلمها التنفس العميق غير تشوف الأساتذة اللي يحرصوا أو مخنسب يعلموهم شوية تقنيات غير يشوفوا التلميذ بداية عرق يخي قعد جوزنا باكالوريا أنا دوكا كي نتفكرون نتحان باكالوريا أنا وانت ما شير عندنا فيها نتشوفوا على أمور نعرقوا غير تفكرون خفنا كامل وجبناه الحمد لله ومزيما ما حبسناش غير يشوف الأستاذ كيفية التعامل مع تلك اللحظة مع اللحظات الأولى ومع الأربع أيام وخمس أيام التي نقوم بإجتياز أكيد والتلميذ كي روح يجوز باكالوريا يعني ولا الامتحانات أنا متشددة جدا مع أولادي في هذه الأمور بما أني مختصة في هذه المجال لكن حتى وليدي يخلع مني نهالي جوز الامتحان ما ننسق سيش عليه ما نحطيها لي بعده أنا علاها ننسق سيشها للمتحان اللي قبلو ومعدا هو يرتبك ومعدا لعشية ما يقدرش يجوز مليح بس كي عيط عليها لما أخدمش أنا نعيط عليها قبل أنا ننصحه قبل مخلاص جوز الامتحان صباح رياديات ما نعودش نبدأ عليها بباتاتا نهضروا على لي بعده مدى بين الأمهات إلا قدروا إلا قدروا يعني كل حضر استطاعتها الباكالوريا يخلى بالك عندهم منطناش للزوج يقعدوا إلا قدروا يكونوا اللي تخدم تسي تكون تكون بينطناش والزوج خاش كين أطفال لين رقدوا بينطناش والزوج ما لحقوش يجوزوا لعشية خاش قعدوا في مكان ما يرتاحوا في مكان بينطناش والزوج بعد على المشيف المؤسسة يجوز فيها تكون بعيدة يعني الأولياء هي الأبي الأم نرمش كلش على الأم ليقدر يكون حاضر بينطناش والزوج مليح يكون مع بوليده يقعد معه يقصر معه يشد له يريفيز له لكن بدون توتر ويعتدوا الماء يعتدوا زبيب يعتدوا حلوة يحتفى جيبه ونعودوا يعني باش نلخصوا موضيع البكالوريا وموضيع تعليم المتوسط هم اللي نرجعوا بهم في الفصل الثالث خاش هم الأساس وهم اللي يعطوك نفس الجو اللي رح تكون فيه في الامتحان ممكن نتحدث أيضا عن ممكن جلسات تحفيزية أيضا نفسيا وعلميا لإجتياز هذا الامتحان المصيري نحن هذا الأمور اللي رح نتكلين على البسيكولوك تعمل المدارس أنا عندي عامين رحت المدرسة اللي فيها بنتي كانت تشوز البكالوريا يعني كل مؤسسات ترباوية يجب أن تتوفر على جميع مؤسسات ترباوية الوطنية على مستشار نفسي متوفرة على مستشار نفسي سواء في المتوسط أو التانوي وحتى في البتدائي لكن ما يقومش أنا رحت جمعت تلاميذ بكالوريا كامل في قاعة وهيئتهم نفسيا كانت بنتي رحت جوز البكالوريا رحت لموديتها المؤسسة هدرت معنا البسيكولوك قلت لها أم خانسي بها دوش تغيلهم هما دوكا مخايفين المراجعة راجعوا وكل شداروه ميرا مخايفين من هاد الغول اللي را هم دخلين له وجميع العائلة رأيت سنة أنا البرح وليدي قال لي أمي خالدين الخالي والخالة كامل عميس العامل النفسي هم كين هذا يزيد الضغط عليهم يزيد الضغط إيه نحنا غالب إحنا أولياء نحضر إحنا الموضوع اللي نحضر عليها هذه الليامات غير هو الباكالوريا ولا نقدروش المستشارة النفسية تجمحهم تعلمهم تنفس العميق تقولهم باللي هادا باكالوريا كما جزوا خاوتكم كما من قبل جيبتوه لهم مبارك تحفزهم نفسيا وتعطيهم مراحة نفسية وكي عابك أنا دو كاكي نهضر معك نتابك ولا نهضر معك ثلاثة ربعة خمسة اللي رايحين يجوزوا الباك ومعاد الأخر يقولوا إيه صحنا تنكراني هكذا إيه صحنا عابك هادا يحفزوا رائعة هي اسمها بسيكولوجيجية الجماعة أكيد يكونوا الجماعة ومعاد يقولوا ممتاك ترقد يطمئن يطمئن بليسرات ويقول لك هدا مول في جيب سبعتاش وراه خايف ما شغل أنا هاد العامل مليح بعد هو يطمئن يقول لك ما شغل وحدي مدى بين المختصين تربويين يقوموا في هاد بالدور تحهم ويهضروا على العامل نفسي يعلموهم كيف ينظموا وقتهم الوقت دو كا راهوا بقنا شهر ما نربكوش الأطفال نكمنوا البرنامج السنوي ونبدو مباشرة حلول باكالوريات الخمس سنوات السابقة حلول عليمو تموصلت للخمس سنوات السابقة نكسبوا للطفل ثقة اللي هو راهوا قدر يحل باكالوريا يعني يقدر يحل يروحوا يقدر يحل هاد الأمور ونتمنا ناجح لولادنا ونعودوا الماء يكون عبوختي دماء يكون وين يدور يلقى الماء زبيب التمر يعني هاد الحاجة ترغم متوفرين يكون وين يدور يلقاه ونعودوا لأكل الخفيف نحو العجائن نسي ونحو العجائن وإن شاء الله رب يوفق ولادنا إن شاء الله كسؤال أخير نتكلم عن المجمل ممكن نصائح وإرشادات للأولياء للتعامل مع المقبلين على هذه الانتحانات المصرية في تلك الأيام المصرية الأيام التي يتم اجتياز فيها شهر تعليم المتوسط أو شهر الباكالوريا كيف يتم التعامل مع أطفالهم المتمدرسين في هذه الحالة خصوصا من حيث أكيد الأطفال ممكن يكونوا مخائفين بعض الشيء تعبانين كيف يتم التعامل مع كل هذه الحالات نعودها ونعودها الضوء هو محفز طبيعي من عند الإله الأم لازم هذه الأيام الامتحانات وما قبلها دارها تكون دايما الضوء الشمس دايما داخل الدار خاتش الضوء هو شيء أوتوماتيكي من عند الإله يعطيك طاقة وكي تشوف الدار بونيرة وكين ورده وكين جو عائلي جيد الطفل وحده وحده يطلع له الموغال يكون عنده حافز بشي يقرأ يعني نقوله الوالدين الأيام تعلين امتحانات وما قبل امتحانات لازم تكون دارها كما نقوله احنا تزيرين دارها بهية مش هي كآبة وهي راهي خايفة لا لا تحل النوافة تتخلي الأكسيجان يدخل وليدها المكان اللي يقرأ فيه دايما يكون فيه رائحة عاطرة تلع له تلع له الأناتاع وتلع له الموغال خلاص معنا يومين ثلث يام أنا نهضر على الموضوع قبل أنا ما نهضرش على امتحانات فيه خلاص ما نهضرش عليه نهيئه فقط الجو الطفل هيدا كتعنا لازم نعطله خصوصية بالنسبة لخوتو الأخرين مش هي كما هو كما الأخرين لازم يحس بالأناتاع وطالع نقوله لخوتو نفهموهم لخوتو نقولهم أخوكم راهو كل عريس هو اللي راح يجوز البهام والباك لازم نتعالو فيه ما كنتو تكون أحسن من خوتو معليش حكذاك يحس بالأنا نوقفو معاه قلنا بلي إلا كانت الأم والأب وحد فيهم يقدر يأخذ عطلة هذاك الأسبوع يأخذو بش يوقف مع وليدو لكن ما نهضروش على المتحان أفعال برك ما نقعدوش بالك بالك لا لا نسقمو الدار نورو الدار نخلو الشمس تدخل في الدار نحطوله أحسن من خوتو نشرلو انتهيئت كل الرياحية وهذا الاطمئنان حتى يمكنه اجتياز هذا الامتحان في ظروف مثالية إذن سيدة فاطمة بن علي مختصة في علم نفس المراهقين شكرا جزيلا لك على كل هذه الاستفادة وهذه نصائح والإرشادات التي قدمتها لنا نشكركم إن شاء الله أولا ينتحون إن شاء الله كل التوفيق لأبنائنا المتمدرسين إذن مشاهدين الأفاضي المستمرون معكم ضمن فقرات برنامج هذا الصباح الآن ننتقل معكم إلى ولاية سعيدة وهذا الموضوع حول الفروسية التي أسرت قلوب السعيديين الروبرتاج لسارة ساري بمنطقة عين مانع التابعة لولاية السعيدة تقع مزرعة عمار هواري أين يتفانى أصحابها في بذل قصار جهدهم بهدف تطوير سائر سلالات الخيول وحفظها من الإنقراض إذ تحتوي على الجياد العربية الأصيلة والبربرية وسلالات أخرى هي من كل الأعمار السلالات ما زالوا كي نرانا محافظين عليهم هنا في ولاية السعيدة نحافظوا عليهم بسكرة تعرفوا عليش كي لها كما هذا المربي ليرانا عنده عنده عيادة لسي طالنت هو وعنده أولادهم كما هذه العودة اللي رهم قدامكم ضرباك هذو نيصان 16 سنة وعنده نيصان ستعملوا ورهم الداخل تقشوفهم نتعمل في الطريز فنيرهم الداخل عنده نرسوا هذا الميصاج اللي نفوتوا فيه للفلاحات عنا باش ميحطوا شيديهم بالأشبال انتعنا والأولاد انتعنا رانا محافظين عليها ولكن محافظين عليها دائما في التقليدي كنقول في التقليدي ما زال مجديناش آذان ساغية اللي تسمع لينا احنا كموربيين ونمارسوا هذا التراث اللي هو يعبر عن الهوية الوطنية ويعبر عن تاريخنا احنا كجزائريين وسبق اللي ناوين الاستعمار الفرنسي حاربناه بهذا الاحسينة بهذا اللي بارب والبارباراب الابا انتع امتاطوه والبندوقية فيدهم مهور كما هذا بكون ما يكونش الله بريزون اشتاعه الله بريزون اشتاعه ما يش غير كما نقول وماك لا وزراعه ره زراع ره نقاوة ره دوية ره طبيب ره علم كبير تعتبر ولاية السعيدة مهد الفروسية فقد جعلتها خصوبة اراضيها موقعا ممتازا لتربية الخيول يعوده الى ما توفره من بيئة ايكولوجية ممتازة هذا اهل جيادها من حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية عندي مشاركة في الفين وتساطعش خارج الوطن اللي رفعت الرأي الجزائرية بالحصان البرباري شاركوا فيها زمان عدة عدة بلدان منها منها فرنسا منها المانيا منها تونس منها تورك الحمد لله كلاسينا سبعمية وخمسين عود العودة للحصان تاعي رزق كلاسي دو مرتبة تانية هذا الناشاط من الاب الجد نبغو هذه الخيول هنا مدى بخصص قطعة من الأرض باش نديروا فيها الستاشن مونت ونديروا فيها الفروسية وين أولادنا يتعلموا بسكو سعيدة معروفة بالخيل والكتافة والكترة الخيول في سعيدة للخيل ارتباط كبير بينها وبين البشر عرفة منذ القدم وأصبحت موروثا ثقافيا محظا يعبر على عراقة وأصالة المنطقة وتمسك أجيالها بتربيتها والحفاظ عليها أجدد الترحيب بكل من التحق بنا ضمن فقرات برنامج هذا الصباح وصلنا إلى آخر فقرة من برنامج هذا الصباح لهذا السبت وهو الحصاد الثقافي وتقدمه الزميلة إيمان بن بالخير إيمان صباح الخير صباح الخير زميلي عبد الجليل صباح الخير مشاهدين الكرام عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير مرحبا بكم في الحصاد الثقافي والبداية نعلم أن قائمة أعلام الجزائر طويلة من مالك بن نبي إلى عبد الحميد بن بديس وغيرهما الكثيرون فكلما توغلنا في تاريخنا وجدنا أعلاما نركزوا ورقوا الفكرة وركزوا على إعمال العقل الزميل نور الدين بن عابسة خذنا وأخذنا وعاد بنا قرونا للوراء ليذكرنا دائما بالقديس والفيلسوف والمفكر أوريليوس أغسطيوس ابن سوقهراس المعروف باسم أغسطين صاحب المقولة المشهورة أعقل كي تؤمن وآمن كي تعقل نشاهد ماذا أعده لنا الزميل نور الدين بن عابسة ما زالت قائمة منتصبة بشموخ لتذكر بقصة عالم كانت تمنحه الظلة وتهيئ له أسباب التأمد والتدبر والتفكير شجرة السيتون الواقع بوسط مدينة سوقهراس اقترن اسمها باسم القديس أغسطين كاتب وفيلسوف جزائري عاش في العصور الوسطى المتأخرة أصلو برباري ولكن يتكلم باللاتينية زاد في 354 في تغاست في تغاست دونك الانسيان سوقاراس زاد هنا كي عاد في عمرو 15 سنة راح قار في مادور عند مكسيم وانتقل إلى كارتاش حول المكان هيأت البلدية متحفا لهذا العالم اللاهوتي الذي انتهج منهجا مبتكرا في الشك واليقين والذي فتن به فلاسفة عصره الغربيون وترك عديد المؤلفات في الأخلاق والسياسة وكانت لديه نظرية في المعرفة وتميز بروح التحقيق الدؤوب ومن كارتاش راح للطالية التاريخ تاوي ستبدأ من الباصاش تاوي للطالية وقت هذك وتش تعرف كراجل تعدين وهو من الأربعة الدكتورات المعروفة في الدين المسيحي اللي نظموا يجبون ريورغانيزي إلى ريورغانيزي لإجليزة كريتين ويسمى هو أول تيوريسيان ديورغانيزي مشاهدين الكرام من الشرق الجزائري إلى صحرائنا الجميلة متحف ولاية عين صالح كتاب ملئت صفحاته بتاريخ المنطقة الضارب عبر العصور يفتح أبوابه للزائري للتعرف عن كثب عما يحتويه من زخم مادي ولا مادي كما أنه يعتبر مادة دسمة للباحثين في مجال علم الآثار يقول أحمد بن مسعود وأنت تتجول بين أروقة هذا المتحف يعود بك الزمن إلى سفر بأبعاد متعددة عبر تاريخ عاصمة تيدي كيلت عين صالح العريقة التي تكتنز بين زواياها تفاصيل تأبل اندثار المتحف يعد فضاء مفتوح للزوار القادمين من مختلف ولاية الوطن وكانت هذه زيارة لمتحف عين صالح الذي استمتعنا من خلاله ومن خلال هذه زيارة برؤية أشياء لم نكن توقعوها خاصة الخريطة السياحية والخريطة الجيولوجية لعين صالح بعض الآثار ما قبل التاريخ يعني بعض العادات والتقاليد التي تأرخت ورسخت عبر سالف الأزمان تتميز بدقةها في طرح بعض النماذج سواء النماذج التي كانت كما ذكر الأسر قبل نماذج طينية المساجد المعمارية القديمة الطرق السقل لإشكاليات وفلسفات لا وجدنا شيء من البناء المعماري القديم الآثار البنائية الهندسية المعماري الإسلامي القديمة كذلك الوسائل المستعملة في البيت في الفلاح في الصناعة في التدريس في تعليم القرآن كلها يعني لها أهمية كبيرة تربيطنا بماضينا بالنسبة لسكان بين الماضي والحاضر ألف حكايات وحكاية ترويها الكتابات والنقوش الصخرية التي تظهر طرق تعبير الإنسان البدائي وأسلوبه المعيشي القسم الإقليمي مفتوح أبوابه على المتحف على طول العام يهتم بتعريف بالموروث المادي واللامادي للمنطقة أراكم تشوفوا إقبال الزوار من كل وليات الوطن داخل ونسم في هذه الفطرة أنهم يقوموا بزيارة المتحف دائما ولسيما لأنه يعكس الوجهة الحقيقية لولاية عين صالح حماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي مسؤولية أخذها المتحف على عاتقه ويبقى الترويج لهذا المكنوز والثقافات عبر الوسائط المتاحة إلى العالم مهمة يشارك فيها الجميع مشاهدين الكرام إلى ولاية قسنطينة متحف ثقافي أثري سياحي وتحفة فنيات تتميز بها وتتجمل وتضيء مدينة الصخر العتيق قصر الحاج أحمد باي بقسنطينة كان مقرا لحكم باي لك الشرق الجزائري في عهد مجدئيالة الجزائر هذا القصر التحف بمدينة قسنطينة العتيقة والعريقة أعيد ترميمه وبين معالمه أقواس رسمت لوحات فنية آسرة وهندسة معمارية تدل على حرفية واقتدار مشيديه وبين مكونات معماره ذلال أقول تاريخ طويل دائما نشاهد هذا الصرح الجميل والمكان الجميل دائما قصر أحمد باي بقسنطينة يجمل الولاية من قسنطينة قبلة للمسيح من قبلة للمسيح إلى مكتبة لطلب العلم المكتبة الكتدرائية القلب المقدس من أبرز وتعد من أبرز المعالم السياحية والحضرية والثقافية لولاية وهران وهذا لما تضمه من إرث حضري وهندسة معمارية عتيقة الزميلة وهي بهلالي كانت هناك لتنقل لنا أقول جمال المنطقة نشاهد عندما تطأ أقدامك قلب وهران تجد هذه اللوحة الفنية التي تتزين بها المدينة كاتدرائية وهران تحفة أثرية يتجاوز عمرها المائة عام هنا معلم يضم بين جدرانه تاريخا يحكي الكثير والكثير وجد أسيط لبناء الكاتدرائية ابتداء من 1899 صممها المهندس المعماري ألبير بولي وكان تتشين هذه البناية في 9 فبراير 1913 يعني تدامت هذه البناية تدامت حوالي 10 سنوات بناية الهندسة تحت طابع روماني بيزنطي هو خاليط بين الهندسة المعمارية الرومانية والهندسة المعمارية البيزنطية هذه الكاتدرائية بنيت بي البيتون آرمي تدام اسمات المسلح من بين العناصر التعاري مهمة جدا نعود نذكرها هي القبب اللي رغم موجودة القبب عالية الأعميدة اللي جاي بشكل بلك ما لاحظته ماشي دائري بشكل معين وزيد هذا ما يسمى البيتراي أو زجاج لتقريب شبيه بالموزايك بصحب الزجاج تحولت الكاتدرائية إلى مركز ثقافي وأخذت اسمها مكتبة الكاتدرائية التي تعتبر من أقدم أهم وأصبر المكتبات في الجزائر في 1984 حولت هذه الكاتدرائية إلى مكتبة جهوية وفي 1996 من مكتبة جهوية حولت إلى مكتبة بلدية لم يكن في الغرب الجزائري إلا جامعة وهران فكان الإقبال كبير وكبير جدا على هذه المكتبة وقد استفاد منها الكثير من رصيدها الوثائقي ولكن تأملت كثيرا في معمارها في زجاجها المعشق وفي تصاميمها وفي قبابها وفضلا عن طبيعها المعماري فقد أصبحت كاتدرائية وهران مزارا سياحيا تاريخيا بامتياز صنع منها مقصدا للزوار إنه مبنى جميل لقد رأيته من الأعالي لدينا قبة رائعة وعالية جدا أحببت هذا المكان كاتدرائية وهران مخزون حضاري تاريخي مما جعلها تكتسب شهرة عالمية وتسنف ضمن التراث الثقافي التي تسخر به الجزائر مشاهدين إلى هنا نصل إلى طي أو وراقنا الثقافية شكرا على حسن الإصغاء والمتبع عودة إليك زميل عبدالجليل شكرا جزيلا لك إيمان على كل هذه الأخبار الثقافية وعلى المعالم الثقافية التي أخذتنا في رحلة إليها شكرا جزيلا لكيدا المشاهدين الكرام بالحصاد يا ثقافي نصل إلى نهاية فقرات برنامج هذا الصباح لهذا اليوم نشكركم جزيل الشكر على المتابعة دمتم أوفية في أمان الله اشتركوا في القناة